نحن أخباركم معكم بيث غنشن إمباكت الأسبوعي اللي لالآن ما لقين هذا اسم أنا ودي أفكر أسمي بيث غنشن إمباكت وانت الموضوع لأن ما في حتة أول واحدة أنا شوي بيث غنشن إمباكت بودكاست بودكاست أنا شوي بيث غنشن إمباكت نعم نحط على طول يعتبر بداية حقاته خاص حسب أقراهم أول إذا في اسم ثاني اضطراحات للآن إحنا قاعد يتقبله بس أني قاعد تفكر فسان معينة خليه مختصر وواضح بحيث لو أي واحد يشوفه يعرف محتوى حقه بس والله لما قلت واضح أنك موفكت أنا أنا نفسي مبراضي فيه أنا بأسم كده حط في نهاية رقم وإيميل وإحناك بس ماشي راح نلقى فكرة جميلة إن شاء الله بس الآن بنسمي بيث أو البودكاست غنشن الإسبوعي بإذن الله أنا عبد الرحمن والله أفدل من Gaming Time فوي المستضيف معي سند FM من سند FM تويتش سند FM يوتيوب وعرب جنشن أو جنشن عرب الدسكورد اللي محتوي 30 وصلتوا 30 ألف؟ لا هيا 20 ألف تون أدخل 20 ألف ألف لاعب عربي وغطية جميلة جدا لمجتمع العربي ما شاء الله والله المجتمع حيل حيل فعال حبايا حربيا الشعر متبادل صدقني الشعر متبادل ولا تفهمها ما شاء الله يو الله المجتمع بحد ذاته ما القنش بشكل عام جميل الله الله طبعا ويانا سمعت وردي وتنمرنا عليه من فيه الكفاية بس هذا مجرد البداية والجاي أعظم بإذن الله معكم بران بعد قلبي من مستر بران في التويتش ما عنده يوتيوب إن شاء الله يبني يوتيوبك ريب هل فيك بعد قلبي بران؟ الله يحيي كيف قيك يا بعد راسي اللي فيكم حساس بران صعب برنجلز متعودين عليه وسهل إنس أوكي يمشي الوضع الخير لكم طبعا بس منك يتغير الجدول اللي حطينا حاليا تحط الجدول الفعلي كله على بران المرحلة الأولى نروح الفعل ونروح الفعل ونروح الفاث أنزيل العياء أعرف لا ما تنويها عادي لنذهب بس ما جاهزين؟ اليوم بإذن الله عندنا أشياء بنتكلم عنه في أشياء حريوة نبدأ أول حاجة نستقبل بران ونتكلم عنه والأشي اللي يسويها في محتوى جنشن والمجالات الثانية اللي يدخلها واللي كلنا يوم والأيام نزهق من محتوى جنشن ونحاول نلعب بث أو بثي لعب ثاني ونرجع لها بندخلوا بعض الأخبار اللي صايرة عندنا في عالم جنشن والأسبوع ذا بلوي واجد صايرة بلوي واجد صايرة فضايح شقدر أهلا ميهويو متحاربة مع الكل عرفية متحاربة مع الكل بنتكلم عنها بإذن الله قضية رفعتها لبيلي بيلي اللي هو اليوتيوب الصيني مشاكل صايرة مع بال وشيء زي ما بيعات بال اللي حطمت بعض الألقام القياسي اللي موجودة عندنا كل هذا قبر سبوح هذا بإذن الله تتكلم عنه والله يعني شيء خلي خلي واحد بنتطلق لهم بالتفاصيل بس لتكون عارفين في الصورة المحتوى اللي راح تشوفونا أو تسمعونا بإذن الله بنتكلم عن الإفنتين اللي موجودة عندنا الآن إضافة الفيشينغ اللي قاعدنا اليوم نصيدة والتجرباتنا لها كلنا وبنتكلم عن التاق تيم ولل إفنت الحالي يسمى هيكو نان إكي وتجرباتنا لأحد الإفنتات الكلام تحبسين لعبت سرمات ولا ما بعد؟ لعبت 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 حسنا حسنا شكرا حسنا حسنا شكرا حسنا 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 بتتكلم الالفنت الجاي في أسبوع القادم بإذن الله واللي مربوط بالفيشينغ بس فيت كذ قصة حلوة وجوائز جيدة مربوطة فيها وتجربة جديدة للقنشن ولعبين قنشن بشكل عام بناخذ منكم أسئلة أسئلة من الشباب الموجودة عندي في البث ونحاول نجاوب عليها احنا الثلاثة قدم مستطاع بعدين رح ننهي بإذن الله نعطيكم فكرة عن الضيف اللي رح يجينا اسبوع اللي فات طبعا الضيف اللي كان مفرط يجينا اسبوع لهذا الجاية الجاية اسبوع القادم الرئيس يعتذر صار لظرف معين من عنا يجي اسبوع هذا يمكن جي اسبوع الجاية من أدري بس أننا بنرتب بنعطيكم لمحة بصيرة بكرة بسيطة عن الضيوف القادمين بإذن الله والمحتوى حق البث الجاية بإذن الله حلو ما شاء الله يعني الأسماء واجد للأمانة بالساحة جد جد واجد يعني ملتبت أنه شي صعب أنك ترتبهم و لا أنا 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 خاف أنه لما أكلم أحد يشيل في خطر ما كانت أول أسبوع والثاني أسبوع والهذا أسبوع لأنه يربط يمكن للرقم بالرقم الحب اللي في القلب أنا ممقصي كذا يعني بران لو بيدي أخر واحد حطيته بس تعرف حيانا أنت ضر تنحط على مواقف دلمهم بران هذا كان نقصة حقيقية أنا درست أتسمع من صدم من اللي جالت يقول صراحة شوف ما يسبك إلا اللي يحبك تعرف المثل هذا شوف ما يسبك إلا اللي يحبونه كثيراً الحمد الله ما نصرى ما شاء الله عليه دوم وأكثر إن شاء الله قل أمي طبعاً جاني اقتراحك اسم البث أقل سندول سندول يعداف جين أعرض أو سندول 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 أحس في إله جملة هجاب يسبب فيها لا أعرف لا أفكر فيها أحس في إله جملة سندول أقربها نعال سندل يعني أقربها علو علو حل حل أحس أنا حبيت الوضع أنهم جارسوا يسبونهم فسهم الحين وأنا جارساً أتسمع صلح موجع الوضع الحالي خلاص 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 أنا ما قلت تتعب فيها صح؟ ما قلت تتعب في سببات هذه نهائياً والله نبدأ بضيفنا نبدأ بضيفنا على طريقنا ما ستسبب أبرون بعد قلبي أبرون طبعاً إيبث جينشين والعب ثاني مختلفة جينشين يلعبها على مستوية مختلفين الأقرب واحد من اللي يسبثون اللعبة اللي أقدر أسميه يلعبها شوي كاجون ليس معرق عليها يلعبها شوي كاجون وذلي نوع ما محور كلامنا اليوم إن أغلبية الناس اللي هم نظام لعب مختلف عني أنا وعن سند وعن فراز وعن شباب اللي شبه مو بضيفة بس تعرف شغف يومياً عندنا شي ندخل ونسوي وذا يوم ما دخلنا عني مني ضميري الرزن وش أسوي فيه حرام وش أقول قدام ربي يمقيه ممكن نقول إنه يعني هو يمثل اللاعبين إن شاء يلعبون اللاعب أقل من اللاعب بس نرفع مستوى بس إنه يعني حول اللاعب يه ليه؟ والله كرام سند حلو والله كرام سند حلو لا دخلت واضع مو بزني سند كم جهز لك مدحات كثيرة بس أنت خلطتها ببداية وكذلك يغطي إلعاب ف بي اس كثيرة من عندك تسمى أبك؟ 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 أبكس لجند؟ أبكس لجند بغيت يقول أبك سيفن لعبات قاتشة ثانية الله أكبر وكذلك رسام بعد قلبي تطب عند أحيانا شوف أقعد يالسم وإذا زحقان الصبحية ما عندك حاجة تسويها العادة شوف أقعد يبث بعطيك المنبر بعد قلبي بران، من دي بديت تلعب جنشن؟ بس لك من سؤال أنه يسند والله يعينك على جوية من دي بديت تلعب جنشن؟ واحد أحد جنشن حرفياً بديتها من أول ما نزرت تقريباً بساعتين أو ثلاثة أرد كنت محملة وكنت منتظر ريليز حقها فحملتها لعبت تقريباً أول حساب لي وصلت إلى 35 أو 34 تقريباً بس الحساب كان ملعون تقدر تقول لأن حرفياً ما في ولا كاركتر طاحلي 5 ستار فاضطريت أن يسوي ريرول مرة مرتين ثلاث لأن ثبت على الكاونتي اللي طلع لي فيها 20 ماكيتينغ فمن هنا تقريباً تقدر تقول أن بعده بشهر بديت رسمياً في اللعبة الآن أنت وصلت إلى حساب الأول 35 نعم الآن للي فيكم ما يقدر لي جاء متأخر سند ماذا تطبيت في اللعبة؟ أنا طبيت اللعبة من تاريخ 30 شهر يعني بعدها يومين أعتقد يوم الثالث يعني اثنين قم لعبتها قبل لي أوه أوكي تذكر معناها في البداية كان يعطوناك زحمة الأوروز اللي تسدع فيها والبريمو جامز كان يعطونا على لفل سبعة وكان يعطونا على لفل عشرة كان يعطونا ب لفل عشرة أساساً عشر وشات هذه مختلفة حيلاً عن الهدية أول ما توصل أدفينتشراك 12، 15 و 16 كده يكون عندك ثلاثين وش يمديك تسدعيه ونجربهم على طول وبسرعة توصل للرنك والناس كانوا يسووا الريرول يبدأ حساب جديد يجمع ثلاثين وش يستدعي جاءتها كاركتر جاية يجادلوك كده يكمع عليه ماعجبه يمس على كاونت جديد ويمشي الريرول أنا مستغرب شكتر الناس عاشوا على الريرول لقاتت نظامة كده من أن الريرول في البداية شان يبدأ ب كاونت جوي بدأ ما يجرب حظه بعدين أنا مستغرب بران كمتين 35 كان عندي أمل أن يطيح لي كاركتر فايف ستار وهم بعد اللعبة كان جديدة وما حد كان عنده خلفية عن الموضوع ما حد يعرف شو الكاركترات أصل اللي تصير وشو اللي يجلس ويسويه في اللعبة وأنا بديتها براسي عرفت اللي ما شكت فيديوهات وما في أصلا فيديوهات كثيرة كانت عن اللعبة بشكل عام فعشان كذي ثاني شي نظام الريرول قبل زمان كان سهل بشكل كبير كنت تحطي يوزر نيم وباسورد وكان غفر ورحيم ما في إيميل ولا أشياء ولا أخر بط كان أسهل بكثير بكثير بالنسبة لنا الصراحة كان مو أسهل كان الحاكر يمزج في ناس كان يسوون بثوت يفتح لك كذا لعبة في البث نفس تشوفها وقاعد يسحب هنا ويشوف لك كم من فاة فصال يجيبها في اليوم الواحد ما يلعب في كونتات يوزعها هدايا بس يشوف لك كم من فاة فصال يجيب في اليوم الواحد هذا كم محتوى في البداية أنا ترى من الناس اللي جاني بنرد بنويل البداية جتني كوتشنغ على طول لما كنت أستانس على كوتشنغ قبل أن أدري صحيح 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 كنت أستانس عليها أن الحركة والأنيميشن وتعرف الناس خاصة اللعب الجدد يهتمون الأنيميشن بشكل مطبيعي بشكل مطبيعي الأنيميشن مؤثر بالنسبة لهم الآن أحد الأشياء اللي صالت لي وما دي صالت لكم ولا لا ونبهتني عنها جلين من فيكم طاحلة فينتي في البداية أو زعل لأنني كنا بديلوك وما يدري أن فينتي الأندر والمؤقت وديلوك المؤبد والبيك بيكرك حياتك وبيجيك يوم الأيام طبعاً كانت أنا كنت أي شعور إستقصاد عن عناق أنا كنت من الناس اللي عرفت أسوي 200 أكاونت وحصل ديولوك حرفياً. من الشيء اللي صار. وليش قرحته؟ لأنه مطاح لي. هذا الحقيقة. هذا الواقع. كامل. هذا على صوب. أقول لك أنا أجل القصتي. هذا اللي يسأل لماذا تكره ديولوك؟ سأقول العين. يا جماعة أنا من بداية اللعبة. أنا قلت لك أقول شخصية لعدل كوتشينج. خرافية. كوتشينج تبسانس عليها بالأنيميشن والأشياء. أنيميشن الخرافي. لكي ترى كثر الإنسان طماعي. أهلا؟ طبعاً أنا ترى سورة فينتي بالبنر. على الطول تقول هذا أقوى شخصية باللعبة. بالداية لا تدري أي شيء باللعبة. حتى كنت تستعملها تقريباً دي بي اس. لقد تلعبت لها. لا يوجد أحد يوجدك أساساً. جربت هذا قلت أبي منه. أقول لك. ما هو السبب؟ أتحداك. أتحداك وتعرفوا ما هو السبب. الولد الوحيد؟ لا. شعراح مر؟ لا. سبب أن أبي دي لك لأني أبي شخصية تكسر صخر. أتحداك. 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 ما هو السابق؟ ولكن إذا لم يكن لديك ذهبي، بداية النعبة. أتحدث أن ما هو السابق؟ لازم تجعل فريقك ذهبي. ونويل كنا نحتقينها في حالة. بداية. أتحداك. ما كنا ندري هنا قوية. مرة مرة. مرة صح. كنت من تضردي لك. كنت تضردي لك بشكل كبير. تمام؟ أسحب أسحب أسحب. يعني قطيت مبلغ من البداية. أريد لك. ما طلع لي. كملت ووصلت منه هنا. المنقذة. مونة. كلي. كلي جتني للأمانة. قاعدة يكسر صخرة. قاعدة تفعل كل شيء عارفيا. حلم بطفل بريء. حلمي ليس لا تفعل دامج. أبي كسر حجر. هذا اللي حببني بكلي بشكل مطبيعي. سهلت عليك أول شيء. دامج كان الأمانة خرافي. وستايل اللعب حلو. وقاعدة تكسر صخرة. أنا معناها. معناها أنت وبران. يكرهون دي لوك لأنا مجاكم. تقريبا إيه. يعني لنا. بوقت حتجنا ما جاءنا. لماذا نبيه الحين. أنا مو تقريبا أنا أمية بلمية. هذا السبب الرئيسي حقي. أجعل معناها. كبل لي كبل. بيقولك شانا بعده كبل. وأعطيك شغلة إضافية. على كثر ما أسحبت. أنا قطيت اللعبة مبلغ أربعة تلاف دولار. تقريبا. أربعة تلاف أو خمس تلاف دولار. أقول أربعة تلاف عشان أقل الله. لحظة مجموع أو بداية الأيام الأولى. بلين بنار هوتاو. أوكي لا يعني مجموعة تقريبا. المجموع لين بنار هوتاو. فشرفت المدة هذه كلها والسحبات التي سحبناها. وأعتقد هوتاو وجدتهم 1.3 نهايتها صح؟ تقريبا. 1.4 أو 3. لا أدري. شرفت المدة هذه كلها كنت قاعدة لعب لعب تقريبا ستة شهور. لا أدري. كنت أبي شخصية ثانية بايرو تكرر الفريق. ولكن جدت هوتاو. وخلاص. يعني حين دولار ما بينه. لما كنت أبي هوتاو سيون. جاني دولار. خرية القدر. أعرفت. والله. خرية القدر. الآن هذه نقطة حلوة. أغير موضوع فيها. جاء دولار. بعد ما جاءت هوتاو. ماذا؟ وبدأت أنت وبران في مهمة. ما أفعل أسوأ قتلة لديلوك. أسوأ قتلة أنا فايز فيها. أسوأ قتلة أنا فايز فيها. حسنا. حسنا. دقيقة دقيقة دقيقة. لا أسميها سواء قتلة صراحة. دقيقة. كل واحد يعطيني أسوأ قتلة ولا أكثر واحدة تفنن فيها. لكي أبرد قلبه. ضيف ناول بران. بران. لدي ثلاث قتلات لديلوك صراحة. بس. أكتل واحدة تبتن. بدي تب ون. أني قتلت بخليت الخنزين يكتره. لحظة أنت قسلت شمية للأخير. ولا خلتي أضربك كذا مرة ما مات. في واحدة مهينة أكثر من ثانية. الليفل ون. الليفل ون يموت على طول. مهينة ذي. الليفل ون يعني. فخليت الخنزير اللي هو. عزكم الله خنزير. عرفت. يقتله. ما توقعنا في شيء إهانة أكبر من هذي. فيه. فيه. برنجلز يجيز بحكة أسوأ. بس المهم. يكمل. الله يحرق. الله يحفظك. عمالي شور جدت حقسية على الإبس أوكي. عمالي اللي هو التغرقة. يموت من النار. هذه الأشياء اللي سويتها يعني عرفت. وانت سلد. انت قلت لها. قل له. أنا زبحة الخنزير هذه. لما أنا أتوقع. كل الناس فكرت فيها. فأنا أحب أطلع خارج الصندوق. عرفت. كيف أنت أفكر خارج الصندوق. أفضل زبحة تفننت فيها للأمانة. زبحة الهواء. فيها. تعرف المكان الباري في الويكلي بوس التنية. ماذا؟ ليس في جدار هوائي. هوائي كان يقفل منطقة. نعم. الجدار الهوائي هذا. يدمجك كل ما تضربه. يدمجك خمسة. فأنا زغطاقتها من مئة وخمسين. إذا ذبعتها ورجعتها يعطيك مئة وخمسين. من مئة وخمسين إلى صفر. فقط أضرب الجدار ورجع. هل كنت في أصبث؟ أم في الحالك في الغرفة مطف اللمبات؟ كنت في نصبث. حسنا. وقد رأيت أن هناك جمهور كثيرة. أنا خيلت شكل في غرفة مظلمة. أرفع لك القبة. يا سنت. يا حبيبي. هذا أكثر ما أعتمدت فيها. طبعاً غير التجمد أو المفتح التجمد لازم. لا. لم أفتحتها. بعدين والله. رجعت. كنت ناسين دراغون سباين. لكن رجعت. تذكرت لك. معنى كنت نمسكبين هارث. نعم. لا. طب بس ألك. برون. أنت يومياً تلعب جنشن؟ دائماً تحرص أن تخلص الرزل ولا لا؟ هذا السابس الروتيني اليومي عندي. أني لازم أدخل. جنشن يخلص الرزل وخلص الديلي حقي وأنزل منهم. دائماً في أيام تخطرها شيء؟ في تقريباً شهرين. اضطريت أني أبعد نهائياً عن. أي اليوم تركت كل شيء. بس هم بعد حسابي تم يومياً. كان يدخلون فيه. لأنه. نعم. لما قارن. أنا بالنسبة لي. ما بدي لي عارفهم كلهم يمكن. بران أكثر واحد شوي متحيز الكاجو. ليس بسبب. بس يعني. ليس بطول الوقت. ليس بحتوى الوحيد. ليس بحتوى الوحيد. ليس بسبب. أيام مبلازم يا دخل. كل أسبوع دخل خمس أيام منا. يخلص ممات. هي طلع. في إفنتات تعدي ما يسويهم. هل في إفنتات تعدي ما تسويهم أنت؟ لا الحمد لله. كل إفنتات سويتم. أنت تخيل هذا الشيء؟ هذا اللي بستغرب. الجزيرة اللي تتحقتها كلية. أذكرها ساند؟ أذكرها. اللي حقت عليها؟ اللي حقت عليها. لا قصي بران. من اللي ما لحق عليها؟ وسويت كلها؟ ما خليت ولا شيء. أيام الرزن قصدك؟ الجزيرة حق أيام الرزن؟ عرفت الليك سيدة اللي فيها. إفنت حق الرزن؟ إفنت رزن؟ ماذا إفنت رزن؟ اللي كنا ندخل نظار فيها البوس. البوسات قصدي؟ لا أي واحدة. أي جزيرة قصدك؟ اللي قصتك لي وجابوا سكن حق جين. وجابوا سكن حق باربر عرفتها؟ أحرم عليك. سكن باربر. إنت لو دخلت الحسابي بتحصل موجود. وسويت الكوستات كلها لأن ذي كانت من اللي بدات الدسمة. اللي يعني في ناس يصمدونهم يسوون كل شيء؟ حسنا. عندي رسكن حق باربورا ترى. عندي رسكن حق باربورا أنا. يا أوكي. هل خلصت كل الصراديق اللي داخل غاز كلها؟ لأن باربورا الصدفات تجمعهم سهلة شوية. إيه إيه إيه. وفرمت وفرمت كل شيء تقريبا فيه. أجمو بكاتو. لنبدو أنت تتكلم عنه. لا نرى اللعبة فيها لعنة. هذا إفنتي. اللعبة فيها لعنة ترى. حرفيا تحس أنه صار من واجبك أنك تدخل لعبة عشان تخلص اللي عندك. إذا طاف فرح. ما رح تقرس عوض من طافك. صار دوام تقريبا. يعتبر دوام حرفيا. وأتوقع أثقل عن الناس اللي بدأين اللعبة من البداية و جابين كل الكريكترات. فإذا فوتوا شيء فوتهم شي دسم. يعني عندك حساب مئة بالمئة الآن. في كل الكريكترات في كل شيء. إذا فاتك شيء. ذا هذه نقطة فاضية كذا. ذا 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 ذا. ذا 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 شيء. هزار. فيها أشياء كواجد كولكتبلز. نعم. 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 إذا تعب عندك الرزل ١٦٠. تحس أنه لا. أنت أوفر لي. أنت أوفر. أنا إذا فتحت اللعبة و شفت أن عندي ١٩٩٩. أحس أني. هذه مسؤولية. نسلمينك إياها. نظر. حسنا في خاصة أمور هاتف بجيء. نعم. يجماعة والله العظيم. يعني الفترة الأخيرة و وصلت للمرحلة. هنا عرفت أنه خلص وصلت للمرحلة الأخيرة يعني. أنه بدأت ألعب وأوصل ١٦٠. يعني قبل ما كنت أشوف ١٦٠. أنا أنا الأسبوع اللي فات واللي قابله. في كذا مرة وصلت ١٦٠. دخلت البث حتى بدأت بث ١٦٠. طلعت كذا استحيت. صغرت الخريط طلح لشوف. وروح سويت مما سريعة. حطرت مريقلز بالزاوية. عشان لحد يشوف. سوى مما سترو علينا. لا أحد يأدري. لا أحد يأدري. أنا جاء فترة زوجتي. زوجتي لكن ما أقدر. وتشوفني تعبان. كل يوم عندي شغل ولا أقدرت أرقد. كل الشعبان. أقول عندي إدي لك. بس أسوي. خاصة بس أسوي. راح 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 أرقد. راح أرقد. راح أسوي. راح أسوي. حسنا. حسنا. سوي لايك. أحسنا. عندي. أه. أه. عن الحب ونتحدث. نعم. حب والله شغلناها على الفاضي. لا حب والشيء. أه. أدخل في سلفة الأخبار. الأخبار اللي يمكن. ما بيكون متحيز. لكن أكثر شيء متحمسة. سألف عننا ونتناقش عننا لأن. أريد أسمع وجهة نظركم الموضوع. حلو؟ أنتو والمتابعين. المتابعين إذا قلنا شيء معين. وجاء فقالكم سؤال. خشوا للفقر الأخير. أرى وجهة نظر مختلفة. لأن كل من يكون لدينا وجهة نظر مختلفة. الخبر الأول. اللي بنتكلم عنه. ميهويو. الشركة طبعاً المساوية لعبة. واللعبة الثانية. رفعت قضية. على شركة أو موقع بيلي بيلي. اللي هو موقع ليتيوب الصيني تقريبا. عادر. أنتعرف تفاصيلها. سند وبروان. أعرف تفاصيلها. حلو. أنتعرف ليش فعال الشكوى؟ للأمانة ترى أميل مع بيلي بيلي. أوه، أوكي. أميل معه. على العكس. يقل قل قل. حيث تعمل. لأن هدف بيلي بيلي. مع أنه سهل بالنسبة لهم يصور شيئا هذا. ولكن سيخرب سمعتها. أنه يحفظ على مستخدمين. مثلاً. عندما تنزل بموقع. أنت متأكد أن معلوماتك ستطلع برا. حسناً. حسناً. لما تتسلم أو تجيك شكاوي وقضايا. بسبت أن موقع باعك. هذا ممكن حد ذاته نقطة سويدة رح تكون بتاريخ بيلي بيلي. حتى مو أن هذا. أنه خايفين أن هذا رح تصير كارثة بردسولهم. يبدو أن نشرح شيء قبل اللي عندهم الماب بالفكرة. الشكوى اللي رفعته مي هويو على الموقع. ليس على الموقع نفسه. أنها طلبت معلومات الناس يسربون محتوى من 2.2 و 2.3. للعبادلينشن. فلما يطلبون مثل ما قال سند. أنت ما تتثق بموقع وتسجي معلوماتك. أنت تواثق أن الموقع يحافظوا معلومات هذه. ما لا الحقيقية شركة. فجاءت مي هويو. قالت عطول المعلومات رفضت. الشركة. طيب أنتم مسؤولين عن أن تحاولوا أن تحديوا من نشر الإشعات. لا. ليس بيض الموضوع هذا. فيرفوع عنهم قضية. الواقع لا يوجد كرة بين بيلي بيلي و مي هويو. لا يوجد كرة. لأن الشيء الوحيد الذي يجعلهم معلوماتي آن و معلوماتك سند و معلومات بران. أن يكون قرار من الحكومة. وكاننا قرار مربوط بالف بي آي وغير. يعني شيء ليس بحالة عادية ولا حالة خاصة. لازم يكون قرار كبير. فما يصير له عن طريق شكوى. هو صحيح. ولكن ترى موقع بيلي بيلي يعني الأمانة على رفضة و أن لعبة مي هوي أساسا رفعت قضية. كأنها قاعد تقول كل الناس ترى معلوماتكم بأمان عندي. يا. يا. فقط أراها مخطئين . صحيح. مليوم بالمية. بس أنك ردة تفعلها جيدة. الفبلي بيلي يعني قالت 나 مично سألنه على طول لمتقاتل. يا لن يسمحّل للقانون لن يصارع. هل تتوقيع أن ما سألنه على الطمال عن المعلومات؟ لما سأعطي مسؤول الملومات. أما لا سألنه سأعطي. لأننا أخطئين. يرجعون إذا. أجل ممكن يعدلون الشروط أن يجعلون الناس خلاص لا تنزل التسريبات بطريقة هذه بس أنا ذي من تجربة بسيطة ومن بعض المعلومات اللي عندي من قبل العادة تصير إذا الشكوى على الموقع نفسه مبع على طلب معلومات العضاء الموقع يعني تخيل أن الموقع مكان يسوي أي إجراء عشان يحافظ على خصوصية الأشياء موجودة فيه يحطه غاني عادي ما عنده مشكلة زي تويتش جات فترة فسطلعوا الناس مهاجدهم بالسريمارس فيه قبل 1 شور تقريباً أيوة لأن جاءوا طبوا شركات الأغاني وطبوا في حظهم وقالوا لهم أنت ومم مهتمين الموضوع لو كم مهتمين كان حرصتهم فلأنكم أنتم مقصرين بسبب تكسيركم طلعت الناس هذه أبنقضيكم أنتم بس هذا الشيء مصاب شباب في شيء أبا أقوله ما أعرف هال قل 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 بناسب ليش 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 ما أفكر أن هذي يمكن تكون لعبة بينما أبن مهويو وبيلي بيلي عشان يشيرون الشيء هذا عشان الناس كلهم يروحون لبيلي بيلي ويعرفون أخبار عن مما يزيد المبيعات عن الأشياء التي تريد تجي لا يوجد شيء في الدنيا يحفز الناس يشجعون إذا حطيتهم فرق بالضاربة لا يوجد شيء في الدنيا حفز الناس إذا حطيتهم فرق بالضاربة يطلع اللي فيه عشان يشجع الفريق ضده يفوز فريقه ويهزم فريقه ضده. عندنا الحين ناس من القسمة. بشكل عام الفكر اللي تنتج من الشي اللي فهمت انا بشكل عام عرفت. ومعلوماتي مش 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 واسعة في الشي اللي صار هذا. لكن بشكل عام في اشياء كثيرة في اشياء كثيرة ومنها بشركات كثيرة صار نفس الشيء هذا بينهم عشان يرفعون نسبة المبيعات عندهم او. وشهرة لعبة بشكل عام. في المعمل ممثلين والمغنيين بشكل رئيسي. بالضبط. ما الذي في بالك سالد؟ بس يعني القصد ان ما اعتقد ان هذا السيناريو لان قنسي تضررت كثير من تسريبات. شكل مطبيعي تضررت. انها تسوق على حسابها ان اليوتيوب سهل انها تطق شخص او مثل بنتده الشخص ورفعه عليه قضية. ما الذي تعرفونه هو الاسيوي واحد اسيوي فان كله ينزل السريبات. بعد ذلك وصل مرحل لنا وقاح اعرض صار رحطت التسليم اعرض. متابعينا واجد يعني حتى ما يسوي بالدس. وذي يضررنا احنا ترى يعني انا احيانا ما بيشوف تسريبات. وفجأة اضع في الركومنديشن كذا. فلان فلان اطلق بيشوف زي كذا في الليبنت الجاي. ينفس. ينفس. صراح. 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 ما ترغمون. يارب الشرون اكثر يعني. نعم. ترى كلام كلامك سلم ريب المئة صح لانهم منضررين من مبيعات. شلون نضرروا من مبيعات تخيلوا حين نزل اليوميا مثلا اكبر واحدة انضرت في الشيء ذا. شخصية في القصة حلوة. ناس سنسوا عليها في القصة ان عجبوا بالنظام اللعب حقها. جعل بانر حقها طلع في تسريب بالنبال بعدها بال كاركتر معروف قابلنا في القصة. الريدي ناس واجبين فيها وفوق كذا الار كان. صح. كثير من الناس اللي. اي. جابوها في القصة بشكل كبير. فكثير من الناس اللي كانوا حتى يقول والله وديس حمالا يوميا. كان سلموضوع حط الجماعة كلها لبال. القرار اللي قد يكون الاصح لقلبية الناس. بس هذا يضر مبيعات ميهويو. يضر بعض المبيعات الشخصية وهذا اللي هم يبونه. هذا الهدف الرئيسي اللي هم يبونه. الآن ليش أنا أحس جزء من يصف مع بران. كلامك من يبني صحيح أن يضرونهم أو ينضرون إذا صارت تسريبات. بس أحس في خاطرهم بيحاولون يمنعون التسريبات. عمره ما يقدرون يمنعونها. الواقع. عمره ما يبدو منها. صح. على شيء مستحيل يقدرون يمنعونه. مستحيل 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 بس إذا سووا الشيء ذا الجدال اللي يطلع عبارة عن إعلام مجاني. سواء نجح أو لا. بالضبط. لا تنسى أن احتمال يمكن مهايو حطت الفكرة هذه على أساس أنهم يقامرون على بال على أساس المبيعات يزيد عندهم في بال. وما كانوا حطوا اهتمام كبير على يوميا أن يزيد مبيعاتهم في يوميا. يعني ضربة النرد اللي حطوها على أساس أن ضربة كلها تجيل بال. فاهم عليك؟ يعني المبالغ كلها تنزل على بال. يعني حطوا يوميا كإيش ك. ناس ما تقول بمطب. تقريبا. فاهمت ما تكسدها. فاهمت ما تكسدها. الكلام أن المبيعات ما تشوفها أقوى مبيعات في أول يومين والأرباح حقتها الميهايو. لأن الأرباح هذه الناس اللي يدفعوا في اللعبة. والناس اللي بيدفعون أنا وأنت وذا ما ندفع اللي في أول يومين ما رح ندفع في اليوم السابع والعاشر والعشرين. الناس اللي يسحبون الأيام اللي بعدها اللوس منداز وليلا اللي يلعبون free to play. فاهم المدخل الربح موم منهم. المدخل الربح من الهوامير اللي يدفعون في أول يوم. لكذا يدفع المبيعات دائما جبل وينزل. دائما. أول يوم منهم المبيعات حقاتهم. فذولي يشيرون بيأخذون بال. الناس اللي محترين الناس اللي يلعبون free to play. واللي عندهم القدرة الميزانية قريبة جدا. والعادم يدخون في الحسبة ذي لأننا أغلب شغلة هم تجميع بالضبط، فهم خاطئة بجيبها بجيبها يعني أنا بجيبها بجيبها إيا بالي يمكنني أجيب تنظيم لها بس أنا الويلس بندر بجيب ذي أخينا أنا لم أصنع محتوى وأنا عارفني دائما بجمع الكاركترات كلها حتى وكاركتر سايئة، يمكنني أجيها بف بعدين في شيء في مخك كذي يقول لك يمكنني أجيها بف بعدين هذا اللي يجيب بيويمي للأمانة شبتها سيزيروا عشان موضوع هذا ما تدري شو سيصير المستقبل بس موضوع أنه يجعلون يومي ومطب، هم بالأول والأخير يمسوين شخصية وتعبان على الإنميشن وقدموها تقديم حلو ترى يعني بس تقديمها مختلف نوعا ما عن تقديم بال لأنها خلوها ضعيفة بالقصة عندما فيجأ شفنا صح أنها صار بامب بالقوة بشكل خرافي ولكن أنا اللي كان مضايقني أنها ما كانت مستوى شخصيلي قبلها اللي هي هذا هو اللي مخليني شوي متحيز لموضوع يومي بس ما توقع أن نعتبروها مطب ممكن لأن مسربين كبار موجودين بيلي بيلي جداً كبار وهم أساس من المربي من التسريبات الصينيين أصلاً هم اللي حتى لما نشوف التسريبات عندنا الإنجليزية أول ما تبدأ الصيني بعدين ترجمونها صح هم الأساس تأتي كذا تأتي من عندهم لأن ترى شيء بسيط منهم المسربين وأيضاً الروسي صحيح مليو بالمئة لكن توقعات بعض الحالة أغيراً توقعات ما أحد يدري أن هناك إحتمال ذوي المسربين اللي يعني أن يتيهم فى أدخلين وإعلينات وخربطة وبلائة في جنسة منهم مصممين للعبة هناك سيد لا رحح لكي نصف المرحل هذه ويجب لك معلومات من وسط الخريطة التي ليس هي في العرب من العرب لا تنبقى تليفها من كبار. ماذا؟ هناك كثير أشياء مثل ذلك ليس فقط ميهوي كل الشركات عاني من مواضيع مثل ذلك التسريبات صح هذه النقطة التي كنت أقولها على أساس أن لماذا قلت أن ميهوي وبلبل متفقين على هذا من هذه الناحية أنه مستحيل التسريبات التي تنزل تنزل من شخص عادي أو لم يعمل في الشركة أو لا يعرف أحد في الشركة متوغل بشكل كبير في شركة ما هي بعضهم لكن ليس بكلهم أتوقع أتوقع بعضهم صد يتطلب أن يكون عند منصب أو معين عند القدرة أن يصل إلى ملفات موجودة في الشركة لكن هناك تسريبات ثانية حقية حركات وشخصيات ومدر إيش أي واحد في البيتا يجربهم داتا مين بش كثر وخاطر روسيين هم الملوك داتا مين يطلع لك كل شيء مخفي داخل أنا ما ودي أذكر أسمي معين أشاء اللي أعطيهم أعلان والناس روحون يدورون عندهم يقولوا واه عبدوا يلقى لنا بس أنه يعني في ناس معروفين شغلتهم كذا يعني تبيت البعلومات كذا فلان فلاني وهو جاي في شغل هذي أعطى اسمي اللعبة وعطى دعم يقول لك تم جاءتك ما نفطت تم أنت الموضوع حرفيا تم أنا أنظم صراحة من التسريبات أنا تخلي الناس ما تطالع في الأشياء التي تستمتع فيها تركز عليه الدعم بس في نفس الوقت لما تيجي الأسبوع الأخير من الأبديت والأسبوعين الأخيرين من الأبديت المحتوى قليل بطيء ما فيها تسويه حللت الخريطة كلها التحديثات والتسريبات التي تعطيك تعرف شرارة حافظ هناك شيء حلوة جاية وهذا اللي توقع المحاضة على مستوام اللعبة لأن حتى اللي ميل ما يطلع أن يقول بقى أسبوع وشيء دعني أجمع للشخصية الجاية صح لأن لو أنه لا يوجد تسريبات هؤلاء الذين يفرمون أسبوع أسبوع وشيء ماذا يفعل في أسبوع ذا؟ لكن ممكن تفيدهم تسريبات في هذه الناحية إذا نزل مثلا بآخر قبل لا ينزل البناغ بالأسبوع مثلا أن نعرف ماذا نفرم ولكن حالتهم للأمانة يطلع قبل الشخصية بثلاثة شهور المشكلة أن ميهوي ترى أنفسها لا تنزل أدوات إلا مع الشخصية ألعاب القاتشة الثانية ممكن لها بس إذا نزلت شخصية شفت البثل يتكلمون عن شخصية الجانبين والحركات مين وكذا يضعون في تويتر زي الصورة يقول لك هذا الأدوات حقاتها أبدوا فرمون ذحي لأن شيء ينفعهمهم يزيد عدد اللعيبة والبلاي تايم حق اللعبة كلهم بس ما دي ليش ما يسونا حرفية ما دي ليش ما يسونا لأن معنا بيصير بس ليش ما يسونا فيها أفكار قدامها مطبيعية لما أنا جد جد يعني اللي قاعد تسوي حاليا يمكن خمسة بالمئة من إمكانياتها الشيء الزين أن أنا قاعد أتقرب من الشيء ذا أنا قاعد توسع عليم قاعد يصير يعني أنا في البداية كنت أحس أن قنش اللعبة نطقها ونمشي الحين أحس أن أنا لا قاعدين يبنوني قاعدين يبنوني يعني برون توقع أنت اسم ساند سوري لا لا توقع برون توقع أنت لو أقول لك الآن هلأ بعد قلبي هلأ ما ليه جانا ترى رياد بعد قلبي من القرعة الثاني حبيبنا أبو عبد مرحبا فيك بعد قلبي حبيبي أبو عبد إذا أنت موجود ويصغل الفرصة هذه ودي إذا أنت متوفر أسبوع الجاي والأسبوع اللي بعدها تكون ضيف عندنا في البودكاست أن نسوي كل يوم ثلاثة وتكون فرصة حل وصراحة نستضيفة نتكلم ونتناقش فيها إذا أمكان أحب قلبي إذا ما انتبهت الكوماند أو الكوماند اللي حطه ذكروني فيه ما أسمع عليك ما أمر اللي أسمع الآن هو أقول لك برون تخيل أن عطني وقت معين أقول لك عطني وقت معين أنت بتترك اللعبة توقع متى بتترك اللعبة لو من الآن من تجرمتك الآن من فكرتك الآن من الأشياء التي توقعها متى توقع بتتركها عطها كم أسبوع كم شهر تحس والله يشوف إذا بتموا ينزلون ميهاو ينزلون كل كل سبعين أو كل ثلاثة سابيع كاركتر جديد وفي لعبة مش تسمى لعبة متطورة أكثر أعرفت؟ ما توقعني بتركها في الفترة القريبة من إخلال شهرين ثلاثة الأربعة وانت سند لو أقول لك عطني وقت تقريبا كذا توقع أنا ممكن أكون أقرب من الوقت في كثير الأمانة للأمانة أنا الشبه اللي قاعد باللعبة كون يصانعه معتوه حرفيا ومسؤوليتها صح؟ اللعبة قاعد أشوفها صح أننا قاعد تعطينا شخصيات ولكن ما تصل إلى مرحلة أن خلاص وصار كاركتر سيمليتر وصلنا إلى مرحلة هذه لأنه روتيم وصلنا إلى مرحلة أعلى من اللعبة فأتمنى أن يفتحون أولاين أكثر كواب أكثر وأنا من الناس اللي تمنى وأتجد أن يصير في ريدات اللعبة الريدات رح تعطي طعام مطبيعي أن يخلون فيها أساسا أشياء صعبة تفرمها بشكل مطبيعي صعوبة حتى لو حطيته كاب يعني حتى على الويلز يعني أن يكون كاب فيها ماكنة الدنجين أو شيء يكون عليه كاب ولكن يمتعك أكثر هذا المشيال اللي تنتعني صد تحدي الآن كسي والله خاصة بسهولة يعني بدأت أفقد حماستي بعض الناس ممكن يسمعوا الكلام ذا يتضايقون ولا يغتلقون يقول لا نحبك سند لأن إذا ميهويو والناس اللي عبوا اللعبة يفهمون الشيء ذا يحطون الأشياء اللي تجد بسند وأنا من نوعا اللي أحب التحديات اللي تعتمد على المجموعة مبعللة حالي أقعد أفرر من حالي لأنه حلو شيء ذا التحديات الصعبة اللي تطلب تجيب شخصيات وأنا فلانية نطب تحدي نحاول في عشرين مرة قبل أن ننجح فيه هذا شيء حلو شيء حلو هذا يمكن بعض الناس ممتعودين على العاب اللي زي كذا في ديستني موجود موجود في ورد فوركرافت فانتسي دي الأشياء حلوة ومخطينها للمعلومية مال إذا كنت رحقين البيتا ولا لا كان واحدة من خططهم وإذا على وقتهم القديم وتخطيتهم القديم الأغلبية مع سيميرو إنه في نظام ريدات رح يجين بإذن الله هذا من الخطة الأساسية حقت قبل كلام الحاوسينج مهانسنج كلام هذا كله حطينه في بالهم إنه بيجي الشيء هذا الكلام هل بيطولون لكي يجبونا لأننا قعدنا سنة كاملة لكي يجبونا وعلى كذر ما أنا متحمس للريدات ولكن فيه مثلا الكو أب مضروف جدا تضرب مكان وصاحبك يضرب مكان ثاني وكلكم قاعد تقوموا نفس الوحش أو الوحش قدام خوية هنا يسوي حركة تموت ها؟ سلي صار أشياء هذه اللي لازم ما تصير لأنه لعب الريدات يحتاج تعاون يحتاج أشياء جزء من الثاني يطبقها والدقة يحتاج الدقة للأسف الـ برمجة الـ مضروبة شوية يبين له تعديل صادق مليو بالمئة صادق إيجاء ريد وصار ريد كويت عراج خاص إذا دخل ب C6 R5 وابن وأنا بسوي لكم كاري ومطكين أول ميت شلون؟ هذا الشي ليش ألتك أنت بران السؤال وسند لأن الواقع أغلبية الناس الأغلبية اللي يلعبون اللعبة لما تخيش لعبة أنت يمتيك خلال السبوع سبعين شهر بالكثير تقدر تحط توقيت والله أنا أحس أن بديت أمل بتركها بعد شهر في عبوالي تطبيق عليه كذا GTA Skyrim وكثير كثير صح هذا الشي بسبب ترتيب في صوت طلاق لي من عندي من عندي من ترتبات الإفنتات وتقسيمهم ذا شبه أغلبية الناس ما يعرفون متى الوقت هذا يحسون أنهم يملون فأجي تحمسون يحسون أنهم ملون فأجيت لو تسألة ما يقول لك أنه والله توقع شهر بأطلع تحسون أنه هناك تسلوات جاية على شخصية فلانية شي ناجح لهم شي جدا ناجح إلا إذا أنت مثلي أنا أنا أحب أن أجرب العام مختلفة بس ما أنكر أنه جزء منها مسؤولية حيث أن لا أنا ناس يحتاجوني ولما أنت ساند مليون بالمئة عندك نفس الشعور وانت كذلك أي واحد صنع محتوى عنده الشعور هذا كذا قاعد يحفر في رأسه في ناس قدموا مساعدات لك ما تقدر تقول والله لا أنا في مسؤولية تقول لك لازم تعطي شوي لازم تسوي شي هذا لازم تعطيهم ما قصلوا معاك صعبة تطلع لان قاعد معهم يستغلون كل خير من أي مستوى من أول أسبوع ثاني أسبوع عاشر أسبوع بعد سنة دائما يشتغل في مخ كينة الشي الحلو أنه شخصيات حليوة بس مع الوقت يصير معان مثل ما صار معاك سند شخصيات جديدة نجمع شخصيات نجمع شخصيات هذا اللي أشوفه سبب تكرار الإفنتات اللي يصير فيه في إفنتات تكررت كثير واللي اللي حط شعور في الناس اللاعبين أكثر شيء أن الشي هذا صار ممل بالنسبة لهم روتين صار روتين وروتين ممل بشكل عام بالضبط بالضبط تكرار وما في كونتنت جديد ينزل الله 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 هذا هو السبب الرئيسي اللي يشوف أن يعني يحط مشعور لعيبة حرفيا الآن من جهتي أنا حسني قلت عكواجد أنا آسف بحث قلبي بران هلا عادي حلالك يا بادي يعني أنا نظرتي إيجابية لها إن شاء الله إذا استمروا على الشيئ ذا وحاولوا لحطوا الخطة حقتهم الريدات والريدات تكون جيدة مو بس ريد اسم زي كأنها تعرفون البصات اللي قابلناها اللي تحطوا صعوبة عالية تدخل مع ربعك تدوحون ومتطعون لا مو بريد الريد أشيئ أسبوعية تسويها بلا اسم مع غروب تسوي محورة معينة تجهزوا للريد تجهزوا للأكل أدوية خربطة تفرم في العالم عشان تجهزوا للشغلة هذي أنت لعبت ألعاب أمو أو ريدات لعبت فاين الفانتسي بس أو لا بعد أكستريم ريدز حقهم مستوى ثاني من الدقة تجهزوا الريدات تجهزوا بريدات التفرم الفانتسي من عالم ثاني الوحدة في راسة المعلومية إذا ريدت أنا في كم واحد بجمعهم ونتواحد منهم بأحباد بأتلوب كن بأتلوب فاريسون وأستاذع منك سالدو بران بس بروحوا يؤمن حرفيا بضبط علاقات ارتب جادوال أماما مضبطة من الغبن خلاص بريق يوم نحن عارفين نحن عارفين أنك ضعيف فأنت دايماً تدور ناسك بياها قل اللي تبت تقوله أنا راضي حرفياً راضي حرفياً في اللعبة حرف ما عندي مشكلة بس يروح بيجي معي في راس وبأحباد قدام ما راضي طيقني بس أنا أوكي لم تضبط معنا والله حاولت والله أنا طيب الحمد لله يعني لاحظت أنه في مكان فاضي لاحظت معاكم أنا أحس في أن يصر الشيء يبدون بيزنس حرفياً تعرف اللاس الذين لديهم كاركتورات متعب عليها يقول يلا يكررون الكاري في عشر ريال ريال السبوع يلا أنت تدري عفدل ولا قطائك أن هذا الشيء هذا سويته في ورد فوركرافت أنا دفعت فلوس ناسي يسوي لي كاري أنا كنت أسوي كاري المعلومية رح ديد مايز سوي لي كاري هناك وأنت تخبرت أدفع للناس سوي لي كاري وهذا أشان كنت أكره أشان كنت أكره أشان كنت أكره أذكر أن أذهب إلى الديد ماينز أقول لهم ما بعد أوصل للحل لا يدور أغرباء هم معي عادي أعطيك أربعة عشر كويل وتفعل لي بوست داخل تعال يتلني ودخل ويذبح وحوشة أزاد سبع لبلات ويطلع عادي ولا شيء انت تعرف يا عبدالله انا اخذ مبارغ مهولة عشان سوي كاري الدنجن واحد بس يا اتبكلم موضوع برق انشه بس عشان تكون في الصورة اذا جاء نحط كيف الناس يمديه حرفيا تاخذلك الشغل ده الدناجن في الثمنتعشر القول بيات اللعبة دنجن بسيط حرفيا كأنك ادفن شرانك ثمانية ولا عشرة تسوي سهلا يجي واحد يدفن شرانك عشرين يسوي عادك فيه تخيل ان دناجن قدام يطلبون خمسة كذا يدخلون متقنين اللعبة اتقان كامل عندهم فل كاريكترات كلها فل ريفاية متاسعة كلها عشان يبديهم يخلصونا لانيعتبر ميثيك شيء صعب جدا واذا خلوصونا يعطونك ميثيك صعوبة معينة ولازم الكل فهم استراتيجي حقتها ما بيزع على الويل بس اثماني يحطون كابل الموضوع هذا هذا حين جايك الحين هو لان فيه سكل ممجرد بس لان فيه نسيت اسمه المهم انه يوحدون ستاتس فيه ساقف للكل ما يمديك بس الشرية على المهم انه اذا صال الشي هذا اذا خلصوا التحدي ذلك الميثيك او الدنجين او الزعيم الذي تسميه يعطونكم الصحة فريدة من نوعها للناس اللي ينجز المجازة هذا الا انه شيء صعب ممكن يكتسوي بس اذا انتبي اذا انتبي الآن يمديك تدخل جوجل تكتب وصف متك دنجين والناس يدخلونك متك ريت بالذات الاغلى يدخلونك ويساعدونك ران كامل انت يدخلون معك ساعة عشر شخص يساعدونك انت الحالك وتدفع لهم فراس اوبران جاهزين ارى اغلبياتهم اسيويين وصينيين ما تلقى ناس ثانية حرفيا تدفع لهم من عشر الاف وفوق هذا شيء بسيط هذا الدخول بس لأنه عشر الاف شرية تقصدية عشر الاف ريال اللي هو الف دينار هذا الدخول هذا الدخول 2500 او ثلاث دولار وانا قاعد العب صاير ستريمر ويوتيوبر اي 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 او وصلت سمك عرفيا هذا هذا الانتلي انا غلط لأنه يجب تسعة عشر واحد وياك متخنين اللعبة يسووا لك رن حق اربعة عشر زعيم خمسة عشر زعيم عشان اطريحوا لك القطر هذا مبسط مبسط جدا هذا ترى تأني اي شيء محزن في الموضوع ان اذا بحت زعيم نسبة عشر بالمية يطيح لك السلاح مو مية بالمية يو الله اتكلم جدا انت متعبني ولا ستس اتكلم جدا تخيل اعطيك اللينك اعطيك ما انا ممنوع بس اعطيك اللينك يو الله بس عشان اقول لك الفكرة انا هذا المجتمع موجود تذكر أنك قلت عن شيء اسمه شاينيز فارمرز والذي يحتلون هذا شباب ترى شباب مراهقين 14 سنة 16 سنة بس معرك تعريق في اللعبة ومفرر كل شيء يدخلوا عهد واحد سعودي عربي كويتي فلبيني هندي واحد يقلونه ويقوموا الراكاري والبعدة المولي بعده ومن أعطيك موعدك بقرة تعال الساعة خمسة مغرب وموعدك عندك مساحة فاضية أقول لما أنا شيء حلو أنه قاعد يحاولون يسووني الشغلة هذه يعني شوف أشيء حلو أنه تفتح مجال الناس باب رزق مثلا تقول وأتمنى يفتحون تريد بين اللاعبين هذا أتمنى ذلك الشيء أتمنى ذلك الشيء أنا أرى سالفة تريد ترى مرة بتتخرب بالله إذا لعبت ممو أي شيء محدودة إذا لعبت ممو تعرف أن يندي أتخر بس إذا حطوا على شيء محدودة يعني حق أكل حق خربطة حق أشيء مبساسية الأشياء التي تجمع ممكن يا حسني هذا مكتو عدية طوال نواجه لدي أنتقر نقتلي بعدها رجل ما رح نطور ساعة ومشاء الله هذه أغلبت ساعة الآن بتكلم على مبيعات بال البنر حقها تمسك الموضوع تتكلم عنها سألت مبيعات بال للأمانة شغل توقع أوكي أوكي وانت تطرغ الموضوع أكثر يا الله رائم الآن المبيعات حق الشخصيات تنقاس على وحدتين الوحدة الأولى أول الأداء لهم في أول يومين كيف تقبل الناس متحمسين لهم حرفياً واحد أنا أضع مخباي من يأتي البنر أعطيكم مياه الثاني مبيعاتهم على مدى البنر كلها الثلاث أسبوع هذه عندنا جونغ لي كان متقدم في المبيعات هذه كلها اللي على مدى الطويل وكان أعتدت 15.5 مليون أعتقدت هذا من الجوال الحال الظاهر من الجوال بهذا من الجوال الحالة مو بتوتل هذا من جوال الحالة أتوقع الجوال ممكن يغطي ثمانين بالمئة أو سبعين بالمئة وأتوقع الصيني بعد لأن بقول لك حين ليش تنصدم من الشي هذا إكلي مثلاً إكلي كانت أولاً في القبل هي اللي مغطية الأعلى رقم قياسي في اليومين الأول يومين المبيعات طبعاً أنت فرحان شوف الفخر في وجهها بنته بنته مربيها وكيف فرحان بداية اللعبة يعني أريقاتي بزمشي أريقاتي بزمشي أريقاتي بزمشي كانت متقدمة في الشي هذا وجدت كم الشخصية غطت عليها بس مبيعاتها في البداية ما شخصي هذا ظهر فينتي فينتي اللي حطم الريران حقه لأنه فينتي كان أسواد المستنينة والريران حقه في أول يومين حطم الرقم هذه كلها الآن بال هي اللي عندها الإحزام والتاج اللي تعتبر أكثر كاركتراً بعد في أول يومين غطت على الكلم أول كلم الآن شي طبيعي ترى الآن السؤال بس أل سند برون أن ما تكلم موالد برون توقع ليش الآن تبقى تسأل سند أو تسألني أنا؟ برون أنت بس أليك أنت وسند أريد أن أعرف الجواب عارف أنا ما إحدى السؤال لكن الوقت عليش؟ والله يشوف ما هي دقت على الوتر الحساس عند مجموعة كبيرة من اللاعبين ما هو الوتر هذا بفضل؟ بس تذكرت وانت عارف يحجر في حجر في شكل عام في شكل عام السيف حقها جداً جميل الأعلان جداً جداً بس ما أريد تطرق الموضوع هذا حالياً أنا أريد أن أتكرم يعني أردت؟ الأعلانات اللي صارت على بال والشوشرة اللي صارت على بال وكمية الأخبار اللي نزلت عنها وعن أركون والفيديوهات اللي نزلت هي اللي دعمت الشيء هذا نتطور أتوقع سند بعد أن كان عندك توقع السبب الرئيسي الرئيسي اللي ما صوه من قبل يا فايت يا وجوده في القصة مرعب فايت لا وخلوه حتى فايت مو بس أن تباريها ومثل القصص الماقية هنتصر عليها لا تباريها وتخسر أن هذا تصبح قصة نعم لا لا أشعرير أشعرير الفايت كذلك شوف فرق القوة فرق القوة يعني خلاك صج تلحاش شعر فيها هذا اللي حسنا سوى بوش أليم هذا اللي سوى الناس واجد تحمسهم الفايت بس تخنقوا معاها متى بتنزل على طول متى بتنزل رسمي متى بتنزل أنا يعني آخر شخصية تحمستها عشان كنت صريح معاك شصية هوتاو إذي تحمست لها لأن رفعت السقف إن كانت مونة تجيب مليون هي جابت مليونين فقدمت حمستني حياة بعدين صرت ما أصخرة أربعة مليون جاك فراس خرب اللعبة عارفين الناس والله يتربون على غيرهم فارس وفراس نعيد فارسن اليوم الله يسامحكم فارس بعد قاعد يرسلي يقول لي شوف شوف هذا سي زيرو 500 ليه ليه أنا كنت راقد أنا كنت حط العذر لازم ليش تحسسني السقف عندي بس أنا مبكفو ليه بس نحن ما قاعد نحاول أساسا صح هذا اللي يقول نحن ما قاعد نحاول أولا لو كوررناكم غسم بالله جالسين تحاولون وما قدرتوا توصلون لنفس المستوى اللي وصلوها فراس وفراس المهم الآن بنودع الضيف عندك حالية تبيضضيف أبراون قبل لا تروح أنا مثلك أنا أحس أن وجودها في القصة حطوها على فايتين وفي القصة شو مصوى رعب غير طبيعي تقاتلنا معاها شون دخلتنا العالم الموسيقى الضرب حتى ينفزنا مفزنا ينفز أقوى كاركتراتنا دخلنا فيها قفرت حركاتنا أنا أذبحكم هنا شوف أنا ما دخلت بقوة فريق لما أنا كنت قاعدة فريق حلو؟ خساطتي كانت مباررة ولكن لما أنا توقعت أن أقدر أذبحها ولكن اللي سمحت أنه ما يمديك أساسا ما يمديك أحبت أكثر القصة أنا أحب نهاية الخائسة هذه تعجبين نهاية طاقة عندي سؤال هل تتوقع لو يدخلون الشباب اللي عندهم بلد يضربون كذا 4 مليون يمديهم يضربوا واحدة أو يفعلون الكاتسين الأخير لا يمديهم يجربون الحين لا يمديهم يعدون ويعدون ويعدون صح إلا إذا طف اللعبة وشغالها لأنه يبدأ من العرض لا يجربت كانت تصير أولا زي كده إذا طفيت اللعبة وشغلتها يبدأ لك من آخر عرض أو فايت زي مع يوميا كيف سجلت الفايت حقها هدخل في وسط الخناق أذبح وحشين ثلاثة أقوم بلد وبدأني من بداية الخنقر أولا يا أخي والله منطقي يا أخي هذا اللي أقر هذا البرينجرز على طاري بال موضوع القضايا اللي على ميهويو هذا اللي أكتب قل لي سأمسك الموضوع سأمسك الموضوع الموضوع أن الخطأ الصغير بشرح بال وخاصة من اللاعبين البيتة اللي كانوا منتبهين بشكل كبير لها وهم حاطينها أساسا بالعرض أتوقع عدلوه الحين صح؟ ما بعد عدونا لا ما قالوا بعدونا إلى الآن لا 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 أقصد عدلو الخطأ هذا شاء له أي خطأ تكسد؟ اللي بالعرض ما لها الشاصية شرح الشاصية هتكسد أن الألتمنت مع بيد وتشغل؟ أو شرح الكلام؟ أيوة يتنى تنى هذا مع بيد ما عدلوه بس عشان يرقعون غلطاتهم عدلو كلام دخل لشرح الألتمنت قالوا ترى أنتو فهمينها خلط كيف؟ الآن في البيتة طبعا لحنا ما جربنا بيتة بس الكلام اللي طرع أشرح من البداية عشان الناس اللي مهدرون الآن في قضايا كثيرة قاعدة ترفع على ميهوي ومع البانر اللي سأجاب مبيعات خرافية في أول يومين معها طلعت مشاكل والشكاوي وشة كثيرة ناس صاد قفة الشكاوي حققتها وتقولها من قلب وناس بتسوي نفس حركة اللي صادت مع جونجلي نتها بيبف مين ميفين بيبف لكاركتر عنده؟ حرفيا في ناس اللي يسترع عليهم في البث حقهم خاش يقول لا توقفون ويش هنعطوني بف مبعرف ذلك المعلومية يقولون في البث حقهم يقول لا لا توقفون بيعطوني بف عليكم الله هلا فيهم هذا جزء من اللعيبة هذا فكرة تبحروا؟ فجاءوا يدورون أي سبب معين يحاولون نرفعون شكوى عليهم في المحكمة وفي القانون وما تجيب بسبب تقول ولا ضعيف هذا مبسبب لازم تجيب شيء ملموس قدامك بدلة ما هو موجود؟ الكتابة للتميت حق بال لأن لما تضرب ضرب معين تضربت أوتو اتاك أوتو اتاك مهمة بالنسبة لنا الآن هناك الثلت ميتات وضربات ثانية تتفعل مع أوتو اتاك مثل الـقتبير إذا ضربت أوتو اتاك تضرب كهرب معك سينك شو فتى الماء إذا ضربت تضربة سيف ماي الآن بدونت أتفعلون مع أوتو تاك اللي صاير أنه سينك شو يضرب سيف ماي بيدو متضرب كهرب ليه؟ مع أن كلام الناس كان في البيتا الاثنين يضربوا العادي بس حسوا الكمبو قوي مع بيدو فكنسلو لأن على ورق إذا كانت بيدو معاك ما تحتاج أي ثالث ولا رابع في الفريق معاك دمجك مرعب الألتمت ما توقف شغاله طوال وقت شغلك عدل ضربتين مع بعض وهذه تترجع وهذه تترجع كمبو أليم فهم ما يبوني الشي هذا فننرفوا بعض الأشياء بدون سبب مقنع فيوم الناس ضبوا عليهم كانوا يحولون يعدون نعدلوا باسم الألتمت شوي قالوا لا الألتمت وكل ضرباتك داخل الألتمت ما قالوا توتاك حاولوا نعدلوا فيها الكونسلوية حاولوا يعدون وغيروها السادس في التسمية حقاتها كل إذا صار الموضوع توصل للمحكمة ما عندهم أرض ثابتة الناس اللي يشتكون يعتمدون عليها بس هذا الشيء ما توقف الناس هم دائما موجود أساساً وعرضوا على الناس الناس مأخذ سكرين شوتس مجاهزين هذا الكلام كله وناس حين جايين في مواقع رددد في مواقع واجد يريحين عند محامين ثلاثة اربعة عشر من اللعيب يعرفهم بعض يروحون إلى محامي يقدم فواتير اللي يدفع على بال اللي الردد ما بعدم كانت واجد فيها يقول أنا نقص عليه في الكاركتر أبي فلوسي وشوف في شغلة لأن دائما أغلاطهم اللي تصير مثل شذي أغلاط خطأ في الترجمة تكون صح مليو بالمئة صح هذا الخطأ بالصيني نسها يعني هي الأساسية ماذا تعرف أنهم عارفين من قبل أن هذه مشكلة؟ أنها نزلت بال في أقل من ساعة نزل معها شرح كامل ماذا الأولتمنة حق بيدو ما ستشتغل معها؟ قبل أن الناس تبدأ شرح كامل كده طويل لماذا شرح لا تضبط؟ يعني هم عارفين أن الناس تزعل طبعا هذا أحد أسباب رفع القضية عليهم وأن يستخدمونها كشاكوى يعني هم أنتو عارفين أن هذا بزع على الناس وأن كم كذبين عن الناس ومع كذا استمرتوا فيها تخششوا على بعض المعلومات وستسترتوا عليها لذلك في احتمال كبير احتمال كبير إذا الناس الجايدة طبعا توقع أنا ما عندي خلفية كبيرة في القانون شي بسيط بكلام هذا اللي بين الشركات إذا استمر وفازوا الناس في القضايا هذه رح ينجبرون اللي يغسون عنهم يفعلون الألتمت بايدو مع الألتمت بال وهذا شيء بسيط أو أن يعوضون الناس الفلوس حقاتهم إذا ما يبون أن يفعلونها الآن ليش كل واحد فيه ما رح يتنازلون على أعلى مبيعات هذا اللي بقول لك توقع ليش يمكن بعضهم يقول أنا ليش يمكن رئيس الشركة يقول بأعطيهم الفلوس توقع ليه إذا كان الكومبو ذا لا يوجد منطقية حرفيا السبب اللي خلالهم يكنسلون أرصم البداية إذا كان الكومبو فعال فعليا وكان نتيجة الكومبو يعطي أرقام أعلى بكثير من الكاركترات الـ 5SR الثانيين يخلي الناس تستغني أنها تسحب كاركترات جاية لأن دائما عندهم كاركترات أقوى واللي يطلب كاركتر مجانية بيد وجاتك قبل الفلوسات بار برا كاركتر مجانية وبار الكاركتر اللي تسحبتها يعني شيئة بسيطة فيغنيك عن كثير من الكاركترات ولا إلا أنت الكاركتر واللي ناس واللي يشكوا مننا وفي احتمال يبفونا في المستقبل عشان عاولون نعدهم بعض الأشياء وذا بيجي دمج أكثر وأكثر وأكثر ففي احتمال سمب سمب بلنا يقول شيئة هالي سمب أنا أقول أن نفس الخطأ اللي صار معا وهو مو خطأ يعتبر أنه ناس من ضايقة من ضعف زونجلي وبفوه بزيادة فبفوه بزيادة وأيضا عدلوا على عنصر الأرض الجيو وفجأة صار كاركتر أساسي ريزنوس مالا قوي صار كاركتر أساسي في أي فريق أي واحد تشوف عنده ما هيطلع من أي فريق صح؟ موجود هذا خطأ حسان مفروض ما يكون عندك كاركترات زيكية مفروض عندك الكاركترات قوي بس في مجالات مختلفة تبدل فيهم صح بس لما أخلوه شيء خرافي أنا 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 من عشاق زونجلي فما عندي مشكلة هذا البيت لا أخلاني نوب لا أخلاني نوب والله لا أخلاني نوب والله محتاج تتسوي داج عادي يا الله مرة مت داخل الشيط لحي قلت سلمة هاتش مما لعبققت مما تعوج هايوا أنا 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 لعبت جيم بدون زونجلي والله حسيت أني نوب لعبت مع ثلاثة وأنا الرابع ولا واحد حط زونجلي فكل راوند أموت كل راوند أموت كل راوند أموت هم قاعد يكرروني مرضى أن أكررهم هذا يخبر نعرف هذا اللي في بالي الشيء الوحيد يمكن خليهم يرضخون أن ما يبدو أن يفعلون هذا ويدفعوني فلوس للناس التي تشترك فقط لا أكثر ولا أقل لكن يعطونهم شرط معين لأن بعض الألعاب سؤونها إن الشركة الحق الكامل تقفر حسابك في وقت تبي ففي شيء سمونا انتفقية بين المشتكي المشتكي عليه إنه يقول إذا حين بعضك فلوسك سأقفر حسابك لكن هناك شغلة لأن الألعاب دائما يحاولون أنهم لا يعاوضون لأن إذا أول قضية ربحت كيف سيحدث؟ الناس سترفع متأخر هذا الكلام ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ أن هناك شيء يصبح من قبل ويحتضر محكمة يقول الحدث يصبح من قبل والقاضي حكم ما اسمه؟ ما اسمه؟ المهم من الفكرة ما حقتها؟ إنه إذا رفع قضية الحين تقول للقاضي ترى رفعنا من قبل أو أحد رفعها من قبل ونتيجة طلعت كذا يشيك على القضية يشيك عليه يقول خلاص تتبعون القضية اللي قبلها سهل قضايا ماذا؟ تسهل عليك القضية ما كثير من الناس سيقومونها؟ حظياً سيصبح مثل هجوم التحاري بالضب إلا إذا سيقوموا بشكل مطبيع لذلك أتوقع ما سيقومونها هل يقومون بوف لن نستزهج بالضبط أتوقع ممكن هذه النهايتين الجاية الآن بنتقل الجزء اللي بعد أنا ما شاء الله كما نسعه شيء وبعد نتقل نصر الفيشنج كلنا جربنا الفيشنج أحد الأشياء اللي ضيفت في اللعبة النظام أبدي لا تخافون ما رح يشان من عندكم إلى الأبد ملت في اللعبة أنا ما رح أتكلم الآن بنتقلنا في الأخير سند من أحد الشخاص اللي كانت تحمس من أشبوع اللفات على الفيشنج المانا غمض هنا غمض هنا داخل غمض هنا داخل 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 شيء جميل شيء حلو لعبتها لأمانا ما لعبتها بكثرة عشان كنسترح معاكم ولكن الفترة اللي لعبتها استنست فيها أنه حتى ما أخلوها بالسؤولة الألعاب الأمم أو الثانية كلها حرفيا كلها صيد سهل مع ذلك الناس قاعد صيد نعم لا الصيد فيه صعوبة نعم 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 ضعفه أنا متضايق ولكن مع ذلك شيء حلو اللي يسوه تنوعه وتجربه الشخصيات الثانية أقول لك شيء يسند أنا اكتشفته بعدين ماذا؟ أنت مغتلق إن صاح تشاو حقك صار ضعيف وتبي تستخدمه صار ضعيف ايه؟ تعرف إنه يمديك تقفله من فوق تختاره من تحت ويجيك تشاو حقك القوي؟ إذا اخترته من تحت تشاو حقك اللي فوق الجير حقك أنا مثل أكثر الشاو مالي الضعيف أجل أنت اخترته منتعه؟ ايه شخص يضط بتاعته اطلع صار جديد أسف 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 لا أنا عادي عادي أساس برون الشجرة بتكماعات تقديم أنت حسك استمتعت فيه أكثر؟ بالنسبة لي كان صراحة جدا جدا جميل استمتعت فيه صدق صدق بمعنى الكلمة بس حسيت إن فيه نغزة كبيرة للـ free to play من جيت وشو؟ من ناحية الكاركترات اللي موجودة فوق اللي موجودة حالية اللي تقدر تلعب فيها بيضايقهم إنهم يشوفون الكاركتر يقدرون يلعبون فيه ويشوفون إنه قوي وما قدروا يجبونه بالعاكس حسين إنهم يجربون أشيزين؟ بالعاكس بيضايقهم بعدين إنهم مش عندهم الكاركتر يعني بيشوفون إن الكاركتر هذا كان بيوفر عليهم مشوار كثير مثلا في الأبس والغيرة وبيندمون إنهم ما تسحبوا عليه لحظة تصدق توقع ليش حطوا الشخصيات ذولي؟ لأن يمكن يرجعونها بعدين عشان الناس يلعبون عشان يسحبون عليها هل توقع بيحطونهم في 2.2 والـ 83؟ هذا اللي كنت أقول لك على إنهم يرجعون بعدين الكاركترات فايف ستار اللي نزلوها هني من ضمنها تشاو وغيرة يعني هل تتوقعون الـ rerun بيكون فيهم الثلاثة ذولي؟ ممكن؟ ما نحطوه؟ شاو، شايلد، وغانيو وغانيو؟ بشايلد، متوقع لنا نزل شايلد مرتين، سولى الريران سولى الريران؟ وغانيو وشاو، أتوقع إنهم يرجعونها يمكن؟ عشان كده يحطوها؟ يمكن فيا، لو سمحت المرة ثانية لقرع لا تأخذ الكلام من الثاني؟ أمس لي أمس لي، أمس لي، أتوقع أمس لي، أمس لي، أمس لي، أحذر للم أنه ممتظی غانيو حلوة أتوقع للناس اللي مجربوا قال كلمة ما عجبتني أبدا سنة غانيو حلوة كان لعب مو حلوة حبيبي غانيو فشارة حلوة نريد رجعونها يعني آآ أوكي لحين تغير الكلام شفين عصب شفين عصب شفين مطبل مطفل غانيو مثل ما رحكت حرفيا حرفيا كنت قاعد أصيح على الناس جيبوا غانيو يعني لماذا يتحبوا غانيو؟ تسند أكثر وأكثر الشنبة توقع في ترابط لأن الموقف اللي كنت فيه أنا والله العظيم مطبيعي مطبيعي الناس كانوا تحيل متحمسها شاو شكل متحمسها شاو شاو نطرينا من 1.0 كانوا يضعنا بالتير لست يضعون شاو معنا موجود باللعبة وضعنا S أي شخص ينزل هم من الأحسن هو شاو شاو ليس موجود بس من الأحسن قل لي عنينا بالموضوع هذا وقالوا لما جت يجماعة كونها قوية خلوه على صوب يجماعة فري تو بلاي فرندلي أكثر شخصية فري تو بلاي فرندلي سهل تعطيها سلاح سلاح حداد وخم فشاري يمشي أنا أذكر أصيح يجماعة عجيبوها كلما يكلمني واحد أنطر هذا لا ما أقول لها أنطر على قلة واحد يقول إذا جاتك الشغلة الفلانية لا تستخير روح على طول فاهم المنطقة شاو مواصل كانت شخصية جبارة بس الناس يقول لك أنا لا تريد سهم هذا الناس تفسمنا دمين الحين ولأنهم شافوا دامج شاو فول كونستليشن من البيتر فيظنون شاو إذا جاه هم بيسوي حركات الداش اللي 17 مرة لأن هذا اللي كان متسرب مننا ويظنوننا حركاته أذكر كذا فيديو حطيته إذكير رب تمشي هادي الناس مامل على كثرة جاية هادي الناس هادي الناس هادي موجودة مضمونة لا تروح لكن في نسوات لا أودك تجبر أو تفرض رأيك عن ناس الثانين أنا لا أحب بس أو شيئا لكن في نسوات لا أنا حاوات أفرض عشان مصلحتهم عرب والله عشان مصلحتهم لا يكون أحد يطوف شخصية مثل هذه نعم وحين يسألون عندما ترجع عندما ترجع لأنها شخصية البيدو البيدو قبلها في المترجع لكن في الناس لا يستمعون قوة البيدو لأنها لا تريد لا يستمعون قوة السؤول رشدة بسم الله خراحة. لما الصيد لا يهتم بشخصيات السبت بي اس و السبورت. يمكن البال خلتهم شوية يعون على الدمج هذا. و جونجلي شوية. شوية جونجلي لما يحصل. من جونجلي بدأت صراحة. من جونجلي بدأت صراحة. لما يعني الشخصية جبارة تعتبر الميدو. الآن الأسبوع الجاي على طريق الفيشنج التي تخدمناها قبلها شوية. الإفنت الوحيد الذي عندنا الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون إفنت الفيشنج. الذي يوجد النظام الصيد مشافي إفنت موجود بيكون عندنا مهمة. تروح تكلم مع شخص معين يقول أنا من أنار صغيرة يصيد اسمك معينة كأننا رامي الصيد الصغير. تذكرها رامي. سند رامي الصيد الصغير. هيا، حسنًا أغنية حقيتا، سمعنيها لا 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 مدينها مضح من رجال رامي، رامي الصياد وشتحدي معربنا أنا أذكر تعطي أني لا أعتدل أمان عشان ستصلح معك أنا أدوخ من المصير السرع عن الصياد، ل PLA أنا نطلع من جيال جديد مجيل لايباد مولود مع إيباد القناص جيلايباد؟ انتخل متأخر سكي لا يا جماعي فيه اشياء اسطورية أنا ما أرضى عنها لا نتبعوا لا 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 والله جاءت جاءت أرد الوالكم جماعي نظام المهمة الفيشينغ هذه بيقول لنا في اسمكة معينة اسمكة اسطورية اللي فترة طويلة يتدور عنها وبنبدأ خطوات معينة تنتهي إنه نصيد اسمكة هذه والأغلبية ان اسمكة تكون أصعب اسمكة اللي الخلفية حقتها عندنا الآن الخلفية دائما خضرة أو زرقة فاتحة سماوية أحيانا تصير لونها زي لبرتغاليا وأصفر إذا كنت تصد اسمك النادر اللي بنفسجيا أولا الأبيض وإفنت لوارد أو الإفنتين راح يستغلون ثلاثة مع بعض في إفنت واحد أنا خبري فيه إفنت ثاني لا لا أوكي هذا متأخر المون لايت أوكي المون لايت بعده ما بعد ايه لور الرلم هو اللي راح يستغلون أيوا أيوا وفي أخير اسمكة الأخيرة اللي بتضطر يجيب لنا بسوى صعبة الثالثة اللي حين ما شفناه في اللعبة إلا اللي ما شفناه كلموا عنا في الشروحات واللي يمكن حط عقبة حلوة بعض الناس يحاولون كذا مرة شانسودوا اسمكة ما لي لأي درر بيكون صعب بس بتكون عقبا للناس اللي يحسون أن الصياد أو الصيد اسمكة الآن صعب لأنه بيكون أصعب لو يخلونه RNG وما يبين اسمكة يعني أن تعرفها بعد ما تصيدها أتوقع رح يكون الفرمن فيها أكثر الناس رح يكرهوني عن نقطة هذه أنا منهم صراحة أنا حين أستانس أشوف اسمكة ذي بصيدها ماذا؟ يعني تروح ترجع تروح ترجع مثل تقريبا لعبة موستر هانتر إن شاء تصيد اسمكة نادرة مستر هانتر يزينها يزينها مستر هانتر هذا اللي يقول تقريبا يعني أعطي مثال مثال لا تحمس فالفنت الجاي هذا حق صيد اسمكة المتحمسة بس مدين لأي درجة بيخلونا نتعمق في صيدها خوف أنه بس أغربية كلام ولا موارد ولا جبلية الطعام ولا كلام ذي معنى نتمنى ركسول على الصيد أكثر لأن الناس واجدوا مستثقين الصيد أنا حاول يجبون ألفين اسمكة في يوم واحد عشان يجبون الرمح لكن أحسن من الأشياء الحلوة لو ضيفت في اللعبة التي تخليك تبع فتنا فتنا تصويها لتكالي الرواقة طوالت بالكذا شيء ريلاكسا قحسا صح أحتاجت اللعبة شيء كذا الآن أبنا ندخل في الأسئلة أسألت عن طريق شاتك أنت إذا أنت موجود في الجات ولا عمك في جمك في الغرفة يمسوا السؤال إذا عندكم معادي إذا عندكم مسئلة سألونا وبنحاول نجاوب على كبار قدر ممكن من السؤال قبل أن تطبق قبل إذا عندك مسئلة من الأشياء التي تكلمنا عنها أي عندك سواء شكلك لا لا على طول أنا حصيتك سريع سريع قبل قط عفو أقول حتى أنا أوكي أنا هذا بس أروح أبدأ السؤال من عندي خلي السؤال من عندي أنا أبدأ بسؤالك بس لكم أنتو الأثنين بما أنكم أنتو سرع إيش قصدك هاي الأقرع بمعنى قال أنتو الأثنين أنا ضامن أنه مو هجومي عرفت وقال بس أفضل هجومي راح يكون أنا حسين أنتو الأقرع طيب أوكي بمعنى أتكلم أنا على المتوغلين في اللعبة بشكل كبير سواء أنت يا عبدول أنت سند الناس الموجودين عندكم في الشاتر المتوغلين في اللعبة بشكل كبير لو أعطوكم فرصة أنكم تحطون إفنت بالنسبة لكم أنتو كذي يعني تختروعون إفنت وتعطونهم الإختراح هذا على أساس أنهم يسوونه شو الإفنت اللي بيجيه في بالك أنك تسويه في اللعبة إفنت مؤقت ولا مؤقت لا مؤقت مؤقت ما بيعطونك وجه كثير لهالدرجة أن يحطونا مؤقت العافية يعني مرة يحطونك وجه الله يعطيك العافية النفاق في جملة واحدة جب الله يسلمك يا عاف يعني 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 أربع أيام إلى سبوع بالكثير ما في شيء معين في بالي بس أنا أبدأ سألت ولف الشيء بالك والتي تفكر شوية أنا روح روح أنت أنا بفكر شيء كنت أصلك فكرتك يعني أقول أنا أتوقع بتتطرق لها بعد من جاب أريد أن يجربون حب الناس للإفنتات اللي اللي تتطلب شغل تيم وورك جروب ومو بس أنك تدخل بكل واحد أقوي كاركتر عنده ويحاول عدي المرحلة لا يطلب أن يدخل واحد كأنه شبيه في نظام الريد يدخل دنجن طويل أو الدومين الطويل تنجن بشكل عم دنجن يعني قصدك حلو تخيل تخيل سبايرنا بس حلو ست غرف مختلفة كل غرفة تخلصت مع ربعك تدخل غرفة اللي بعدها واللي بعدها الوحوش عشوائيين لازم يكون عندكم تنوع في العناصر المستويات حقتها مختلفة وكما تخلصون دور كل واحد فيك يختار بف له هو يصلح له ولازم واحد عندكم هيلر واحد عندكم تانك واحد عندكم اللي يسوي سي سي تحكم في الوحوش بطريقة ثانية يكون تنوع عندكم وإذا فشلت تبدأ من أول من دور الأول تبدأ من مرة ثانية كأننا روغلايت والله إفت حلو بأحس إنه يخلين يحط الناس يلعبون مع بعض أكثر يجربون كوبوات مختلفة يجربون أشياء في الفريق حقهم وحتى لو التأثيرات البفات جات فوق بعض كانت أو بي واجد شي حلو لنا مؤقت ما راح يقعد لأبد لأخر الدنجن فعادي خلنا ضرب ضربة 200 ألف بأوتوتاك واحد عادي ولكنني بالحظ جاتني بفات دولي اللي يلقموا أما بعض ويجبون لك البف هذا القوي واحد يخلي حلوة والله واحد يخلين لك عندك إفنت تسوي أكم مرة مرة ثانية ثلاثة أربعة مع ربك عادي وكل يوم يفتحون دور معين أو صعوبة معين أو بفات مختلفة اثنين يعود الناس يجربون كومبوات أو شخصيات مبلهم للفريق بشكل عام إن كنا مع بعض يسوي فكرهم كوب مو فكرة بضعب يعني أنا عادي أخذ شي شي عشان نهيل بعضنا يدام أراضي بضحي بجي بشي شي سي سيكس عشان أرجعهم للحياة هذي عاق وعرض انا في جوف بالك شاي سينا والله جاء بالي شي بس أنت فكرتك حيل تعريق يعني أنا فكرتي حيل أبسط من شذي أريد أن أضعون الغاز صعبة تطلب أربع أشخاص عشان تحلها زي بورتل بس أربعة أيوة فتضبطون مع بعض وتسويون حركات معينة وما يكون واضح لذلك لازم تبحثون بالمكان مع بعض تقريبا مثل فكرة دستيني بس شنو بدون فايتات بدون هذا الموضوع بعض شنو أن تحل الغاز اللي قدامك مثل سكي بروم نقول ايه ايه يكون في مراحل وتحلوه مع بعض هذا حلو بعض هذا حلو الغاز حلوة أو لا إذا كنتوا أربعة مع بعض اللي إذا أنتوا عندكم مشاكرك الواحد يكون هؤلاء يحل الغاز يكون نتيجة حلوة العادة الواحد يحاول يستوع يقول خلنا نجرب ذا والله شفت مبنى غريب علامة غريبة هكذا الكود لهذا الشيء حلو ويغيّر نكة اللعب لأن أغلبية قينشين فايتات تبقى شي غير رذم حقهم شوية تحول إلى الغاز شوية أن تجمع معناتي يبدو لها الشيء تنوّع وخاصة إنه حطوا الغاز حلوة للأمانة انهم تحسين الإمكانية عندهم الإمكانية تجلبون أفكار حلوة الغاز أين فرضا قوي ولا بران فاجأتني. غريبة كنت فاجيني يعني في سأل أصلا يعني الله حق يعني. دقيق دقيق لا لا ما تقلبون علي يا شباب. أنا وجود دعم البودكاست بس. أنا أرمي لكم الطعم وخليكم انتوا يتهذرون وانتوا يطلعون الأفكار وانتوا يسألون كل شيء. قيل لك محفز الولد. محفز. برضا صانع العاب أكثر ولا أقل. أنا عندي سؤال حين. كارل ملتا تسأل. يقول لنا عندي سؤال. عندي سؤال من الشعب. يقول لنا تتوقعون يحطون كلاس سامونر أو سلوب قتال جديد يعني يحطون. لأننا عندنا في العب الآن قوس سهم كاتالست سيف قصير سيف كبير. هذا الخمسة. مهما تشعبوا ذلك ثبتين. هل يحطون أرك كاركتر جديد أو أرك تايب جديد يعني يستخدم مثلا رمح. لا عندنا رمح. يستخدم مثلا. دقر دقر. يستخدم لك الإستدعي وحوش أو سفردس يعني نظاما ما يضرب من نفسه. هذا من كاتالست. هذا يكون كاتالست دائما دائما. تقريبا. لي في حسنا. ميس مثلا. ميس أو همر. الشي كذا. إلا شدة اسم ذي. ميس وشيلد. لأن حسنا إذا حطوا دائم يحطون تشكيلة كبيرة من الكاركترات بس تحت العنوان هذا. يفتح المجال كمير. تقريبا سواء شخصية. ما أعلنوا عنها بشكل إنها كلاس دي ليد. مثل شخصية كريك ليد استعمل قنابن. معنا معطينها كتاب. استعمل قنابن. الشخصية ممكن الوحيدة اللي تكسر الدروع وتسوي أشياء كثيرة. نظام نعبها مختلف واجد. هي تندرج تحت فئة الميج. فأكيد بس تستخدم كتاب بشكل عام. لا لا. حتى الميجات الثانيات يستعملون حرفيا ميج. السحر اللي قاعد تقومون السحر. المكلي ما تستعمل السحر تستعمل قنابل حرفيا يعني. حسنا إيدي منها. تعتبر سامنر على فكرة. تعتبر سامنر على فكرة. تعتبر سامنر على فكرة. تعتبر سامنر. حسنا سامنر يب. يب. حسنا. فلما أنا شي ممكن. ولله يحطونه كلاسات بعد. طحي نوعون أكثر. بس لك إن. في واحد يقول لك. تحط مطرقة وجيه. يجو مع بعض بشكل طبيعي صراحة. والله يعني شي 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 حلو. إيه. وحتى الأكس نسينا الأكس. فأكثر العابة ممار بيجي موجد الأكس. فالأكس بيكون نظافة حلوة تارا. يكون كتانك. يدعم الفكرة. حق الإفنت اللي قال عبدال. مم. جدا جميل بيكون. هذا الكاركترات اللي يحطون زي كاركتر البرزيركر. تعرف إن كل ما ضرب كل ما عب بطاقته. بس إنه ينقص طاقته في مصرخناك. فلازم دائما يضرب. يعني. 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 تقريبا. إيش إشبه نظام هوتاو. بس هوتاو مبسط ألف. يعني. ألت متع بطاقتها الإتنقص طاقتها. بس داك تخيلنا ضرباته. تضرب. يعني تلغط الزر ينقص هبية. إذا ضربتك ما ضربت الوحش ما ينقص دادت فيك. فإن دازم تكون. النفس. النفس. نفس. نفس. يستخدم مثلا مسدسين. أوه مسدسات. ما عندنا مسدسات في اللعبة. أوه صح. مسدسات لعبة عندنا. الله يعني في فيها فيها أشياء كثيرة يدرون يفتحون الشعبون. أنا كمانا ممكن يجبون. ليش ذا. هي فكرة ممكن تطبغونها بأي وقت. صح. في سؤال عندك أو أسأل في سؤال ثاني عندي. في سؤال من فراس. يقول. بما أنكم تطرقتوا للريدات. تتوقع كم بيكون عدد اللاعبين. وهل فعلا هذه خطة قدش أن يتخلي اللعبة صعبة. لأنهم لوناوين ليش يخلون محتوى صعب جدا خلال السنة هذه. حتى لو كانت سولو. كانت سولو. السؤال متى بيحطون ريدات. وإذا حطوا عدد اللاعبين. كم عدد اللاعبين توقعونهم. وهل يعني أنه بيخلون اللعبة صعبة أنه عندهم توجه. مع أنه لعبين تريفون يكون صعب بنسبة لهم بشكل مطبيعي. لأنهم يعانون. بل الأبس. تحكم بصلا مضروب شوي. ألمانا تتوقع أن الريدات العادة يعني. باللعاب المو تعودنا أن الريدات فيها ثمانة لاعبين العادة. أو ممكن يكثلونها. خلونا أربعة أربعة منسقين مع بعض. فريق أي وفريق بي. وشفنا أساسا أكثر. نشوف بستة عشر وأربعة عشرين. هل تحسن إذا هم متلع وزي مع أربعة. هل تتوقع يمديهم ثمانية أو ستعاش؟ هل تحسن إذا هم أربعة يعني. هل تحسن إذا هم متلعين. هل تحسن إذا هم متلعين؟ أنا أتوقع. بسيطة أشوها. مو صعبة عليهم. أنا أتوقع أربعة. أربعة أربعة بالتخير. يمديها يسوون الاثنين أتوقع. يخلونهم ستعاش بس كل أربعة في قروب الحالة. وكل واحد كان يتقاتل مع جزم الزعيم. أو لا لي. ممكن. يعني ستعاشة يدخلون. والله يدخلونهم مع الرجل مع اليد مع الذئيب مع الفلان. وأداءهم. الذي يقصر في الفريق حقها يبين عليه من عداد. والله هذا الفريق مقصر. يحتاج. فهمت كيف؟ أه. في لعبة مسؤولة. مرسل أنت سوها. مرسل أنت سوها في الشيء كذا. تذكر التنين ذاك المأو ما لعبتها. ملعبتها. سوها كذا. لأننا حد فيها ربعة كواب. بس أننا حطوا كفايت. في الظهر 16 أو 20. ويدخلونهم. أنا نعرف ضد البهيمث. البهيمث كان صعب يعني. بس كان أربع. بهيمث صعب. بس صعب بهيمث. يدق لك النيزك وكل يموت. على طول يموت. صح. على طول يموت. أنا أذكر أنك كنت الحالي أو أموت. بس أوكي. سؤال. سؤال. يقول لك أنت تخيل أن الناس دائما تطلب صعوبة أكثر في اللعبة. أو للناس الذين عندهم صوت أو صوتهم يطلبون صعوبة أكثر في اللعبة. سؤال. هل تحس أن هذا يضر العيوة أو لا؟ هل الواقع عندما يفعلون شيئا أو بك لا ينزل الفينتات وتصبح صعبا. لكي تجيب البرويمونجة التي فيها. والجميلة التي فيها. هل فعليا أنت تحس أن هذا الناس الذي تبيه أم لا بس كلام تقوله. وتتوحق إذا صار. أغلب أغلب الناس الذين يقولون أن هذه الطريقة هذي أهل بي سي أو أهل بلاي ستيشن. بالأمانة. بالأمانة. فالتليفونات وصلت مرحلة كبيرة جدا. فلنردت أنها صارت عندهم كنترولر خاص فيهم أن يريدون لعبة بالكنترولر. فأتوقع أن لو صار مثل الشيء ذي راح تشوف مثل لاعبين بوبجي شون قاعد يوسعون. يعني ما شاء الله يلعبون تليفون مع ذلك يلعب بأربع إلى ست أصابع مع بعض. أنا شوف الهيد غريب. حس عنكبوث ما شاء الله. أنا أصبعين وضيع. حاولت بالجوال. أنا مضي باطلي. ممكن للناس كذية تسند على فكرة. هناك ناس ماخدين لعبة وناسة وطاك طاك أو إذا شافوا الوضع كذلك يملون من الوضع أن ما يقدروا نسوي شيء في المكان هذا. ممكن. بس يعني حتى بالريدات يعني الألعاب الامام او. فانتسي مثلا. ناس واجد ما تلعب ريدات أساسا. ومو عايشة عن ريدات لأن عندها محتوى وادي كثير تلعبين. صح. يعني أنا قاعدت والله أسبوعين بس أجمع صهر. ما أنت ما تتكلم على لعبة كبيرة. أنت تتكلم على كينشن انباكت هنا. هذه النقطة. ترم نفسك. ما قصتك؟ ما قصتك؟ القصة كبيرة بالمحتوى. آه أوكي. يعني. يعني. عطتك العغاء. يعني ترى. عطتك العغاء. يعني. ترى مر الله. بقولها. كينشن انباكت قرنا شيخ صاقرع. أوكي. 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 بشر صوتك. بشر صوتك على المكان. نحن. شعورك. طلعت مرأة. صد يعني. لا. لا أعب لك رجعني خلاص خلاص. ما بتكلم. أنا أتوقع أن أغلبيتهم اللي يقولون الشي هذا. لما يصجي الجهاز حاجة صعبة. ويضطرون يسوونها. لشان يجو مثلا الجوائز برايم وجم. والأشياء مهمة. لأن لأنه يسووها. يحطون أشياء. بسيطة. معنوية. لكن روالي قل. ما يعطون. يعني من أنه تلقى برايم وجمي مقفل وراء مهمة صعبة. المهمة الصعبة تكون تربط فيها الخلفية. نيم كارد. أحيانا مورة. أحيانا كريستال عيدية. ثلاثة. أشياء بسيطة. بس الله من ناح. إذا سويتها تقول. آه سويت نجاز أنا. وجدت نجازة على الجهة. لأن لو خلوها بدون جوائز محد يسويها. يعني في الناس واجدت أنا منهم. في البوستات الصعبة اللي يجب أن تحط على مصرها صعوبة. من أول أربع خمسة يام دائما نحط على صعوبة هو الخلصة. بس من أجيب القول الأعلى. العشرين أو واحد وعشرين. اللي بعدهم أسوي أقل صعوبة. أسوي أقل صعوبة. على طول. ولا تعب عمرك. مية. حرفية حرفية. للمهم. يعني أنا أبي صعوبة. ولي مكافأة على الصعوبة. مرة أقعد أفرم ساعة ساعتين. وتعطيني بس شاطر. ملها معنى ذي. بعض الناس يحبون الشيء ذا. يحبون بس يعطيك سكرينشاوت يقول لك شوف. وثلاثة مكرينة. شي حلو والله. عندي سؤال أخير إذا ما عندك سؤال بظيفة. أروح سؤالك أنا عندي سؤال بعد. هل تتوقع أن اللعبة يضيفون لغة العربية؟ بالمستقبل؟ أقدامي أقول الشيء ذا. واحد توجههم في الإعلانات الفترة هذه. أنهم يتواصلون مع عرب أكثر وأكثر وأكثر. وأن الدولة الجاية والمدينة الجاية والمحتوى الجديد. سميروا دولة عربية وثقافة عربية. ليس بصدفة. عندي توقع عليم غير طبيعي. إن أبديت 3.0 بيكون فيه تعريب اللعبة عنده. أنا بطلع من إطار التوقع. لأن أنا تواصلت مع واحد منهم. مدير مركزة مدير نظام صانع المحتوى بميهويو. من تواصلي معه قاعد يقول أنه توجهوا اللعبة حالياً. حالياً توجههم على المدليست والنورث آفريكا. بالمختصر المجتمع العربي. فاللي قاله باختصار أن اللعبة حالياً توجهنا لهذه المنطقة. اللغة العربية. ولكن نرى تفاعل المجتمع نفسه. هذه الرسالة اللي قال ياها بالضبط. حتى استأذنته أن يسوي سكرينشوت على الكلام اللي قاله. عشان أحمس المجتمع أكثر. لأن هناك حد ما أعطينا. لأن هناك تراجينا شيء. وكان فيه للأمانة شيء حلو سوى. أن الرسالة اللي وصلتني من صانعين المحتوى كانت في اللغة العربية. مرحباً سند. والكلام كله عربي. هذا المفروض. للمفروض. للمفروض. مع أن شيء بسيط والله. ولكن والله ونسني. أثبت لي أن صج أنه يستعون. ليس فقط في سكتوننا. وأنا ما زلت أربطها بسلفة. يعني حطينا هدف بالهم. التعريب سيكون قبل وصول سيميرو. أو إلا مع سيميرو. بالضبط. أنت ما قلت سيميرو لما وعيتني بعد النقطة هذي. ما كنت بيامها حتى. لأنهم تطرقوا أن الأركان الجاي. أركان سيميرو. محتوى الجاي. محتوى السيميرو. وأشوفوا ما قاعدين يمشون خطوة خطوة كذا عندنا. خطوة حلوية. أتمنى يكوننا أسرع من كذا صراحة. لكن خطوات حليوة. وعلى أقل الخطوة أحسن من لا شيء. الواقع. لكن أقدر أكاد أبصم ثلاثة فاسة صفر. في تعريب اللعبة عندنا. إلا إذا صارت أشياء جذرية تغيرت. ليس بشيء من علم. لكن التوجه كل شيء أشوفه. يقول ثلاثة فاسة صفر. لدينا تعريب للعبة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. الآن السؤال اللي عندي. يقول هل تتوقعون يوم الأيام بحطون مونتات في اللعبة؟ أي شيء تستخدمها حتى تتنقل أسراح في الاستكشاف العالم. مع كبر الخرايط مع الكونتات تجد يحطونها. هل تحس بحطونا شيء هذا؟ أنا أشوف أن مع وجود التليبورتات الكثيرة. وخاصية أن نقدر نصنع تليبورت ما أتوقع صراحة. لكن تخيل أن تضع لك منطقة كما ترى النزوم كبير وواجد. كلها ماء. كلها ماء. لكن تخيل أن تضع لك منطقة مثلا لما نذهب إلى الصحراء. منطقة نتاليا أو الدولة النارية مثلا. كلها صحراء. ويقول لك أن تنقل مثلا يسهلك ماء، يسهلك أكل، طاقة، حاجة. وتبقى أشي تحركك. ما يحدث لك سند. الكاميرا ضربت. اننا goes up. أبłby educators? أنا، يهيق بأن أسمعه! سبك، حسنا، إن السهل. يسارك الله، أ Nay, per Sec. تخيل إلي الإنتقال في مرحلة يجب أن تـمسي في أسفة طويلة. أشعر لأن هذه المنطقة الصحراوية конфريطة. إجراء إلىえる يصل إلى الأقتلك على المنطقة الساحuaية. أن تكون لديك كمية معين من الأكل من الماء وخروبطها. بس مساحة كبيرة وتليبرتات قليلة ويهم سرعة الانتخال مثل ما حطونا القوارب ممكن شوف هم حطونا او شي اضافونا البيتس فشي حلو لأمانة صحنا ما نوعوا فيه ورجعونا السيلي بلون جديد اضافي ويرجعونا بث مرات زيادة المعلومية بيرجع ويرجع ويرجع فعندنا البيت الموجود حاليا لأمانة بت حلو اللي حطوه المائي المائي لما توقعنا راح يكون توجههم مثل جديد نزلوا سكنات وممكن بعد يكون في سكنات حق السفينة يعني بدلا تطلع لك سفينة مثلا تطلع لك بيت مائي مونت مائي تقليل تركضه لأمانة فيه يعني فيه اشياء معانها صغيرة بس تحمس نعم ان شاء الله طيب رجعكم الفخير طول الوقت الساعة واحدة تقريبا وما ودي اطول صراحكها من كذا لان اودي الناس اللي عندهم دوامات يرقدون رجعكم الفخير قاعدت معانا فترة طول من اللي تحتاجوا انها شكرا بعد قلبي سند وطولت بالك معانا اليوم شكرا بران 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 سوى انجاز كبير صراحة مجملة كان عندنا التريب معظيف اليوم وصارت مشاكل معينة منعته ان تحضر تفاهمين الشيهان ولكن نحتاجنا واحد يجي وساعدنا بران ما قصر يعني حرفين سألك تم انتال موضوع تبني انتكلم عنوشو بس اي شي باتكلم عنوشو بس حرفين الله يزعروا بخير صراحة انا كنت داخلها باتكلم عن الشامبينات حق لي كنت باتكلم على نجنت حق ابن حسارة لا الحمد لله ما سلمنا الماكي زاعد عنوشو حبيب قلبي اللي فيكم اول مرة اللي فيكم اول مرة اسمع بران بران يبث بشكل يومي تقريبا عن طريقة توتش اللي معلكم امر مادز حطوا اللينك حق توتش حقه لناس موجودين وعندي بعد حطوا اللينك بران اسمحته وكذلك بيكون في الفيديو حقي وفيديو ساند راح يكون موجودة الأغرابية هناك للناس اللي اول مرة اسموها انفسما يلعب ألعاب مختلفة إذا في العباج يتونازل عادة هو يقعد يجربها ويطاقق معها أو يلعب لك قنشن ابيك لجنز يرسم رسمات مختلفة أو يحطي طاقق ليكو في لجنز معي أحيانا بلوث حقتها ممتعة ويأخذوا معك ويتفلسف يعد بك جوا نشبه أحيانا بس العادة يعد بك جوا اللي شاكل في خير بعد قلب ألاحظوك اليوم طيب طول البودكاست ما قدرت أتكلم نفس الناس عادة يقول كلمتين وتقدر تبلع العافية بس وتخلينا يتكلم بعطيني ميوت بعطيني ميوت يلا يلا بطيني ميوت بس ويتوا عشان عرضية بيمدح 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 مرحي سبع عارفة بيمدح صديني عارفة بيمدح 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 ما أنا عارفة وعشان كذا مرحي كاملة ساب ممدح أتوقع أن بالنيابة عني وعن أكثر الناس اللي موجودين هنا حاب أن أشكركم بشكل كبير على الشي اللي جالسين سوونا وتقدمونا المجتمع العربي خصيصا في لعبة قنشن حلو وعلى الجهد الكبير اللي جالسين سوونا ما أعرف كيف أمدحك لأن أنت مش وجه مدح أصلا بس يعني بشكل عام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك الله يشعدكم واستمروا الأشياء اللي جارسين نشوفها ترى أشياء كبيرة جدا نتمنى لكم إن شاء الله دوام التوفيق في الحياة اللي في حياتكم الخاصة وحياتكم هنا في قنشن إن شاء الله بيدنا يا حربي والله يعدك محافظة جميلة والله بس وينفق بالأكثر ولا غالب وللأمان اللي نشوفه من المجتمع أساسا لا نشوفه أي لعبة ويحفز بشكل مطبيعي هذا حق نقال أيضا يخلي الشيء ذلك أساسا لصلاحة علينا أي والله بدون مجاملة أنا أصور على أصور عصبية من اللعبة ولكن المستمع هو اللي مقعدني وما أنسى صراحة المساعدة اللي ساعدني في الاستطافة بعد قلبي سند بعد قلبي سند FM موجود على يوتيوب على تويتش وإدارة دائما يقول ماليدخل بصديقين يمسوي إدارة جيدة لقنشن عرب السيرفر اللي يلم أغلبية العرب إذا انت تجدك حب قنشن تبين مكان معين تقابل الناس تتعطي قنشن عرب المكاني رح يلمع لك بحط كل شيء في التسكريبشن تحت إنكي بعد قلبي كالعادة بث جبيل ورطيف وحبيب مع أنك اليوم شفت لقطات من القاتل اللي داخلك مع سلفة ديلوك والشدار بس إن شاء الله إن شاء الله ما أشوف المرات الجاي إن شاء الله مني للبودكاست الجاي رح حاول أجيب لكم إذا بحجيني كل بودكاست حسب ذب عن ديلوك أكتفالا إيه شكراً للي حضروا كلهم سواء عندي وإلا عن سند وإلا اللي يشكر سريع سريع ومشاه في اليوتيوب إذا نقع تشوف هنا سبسكرايب لايك كامت من طرف يانا من طرف سند ترا كل الشي ذا يحمسنا أكثر وأكثر وفعلياً إذا أحياناً يوم ثقيل استثقلنا للشغلة أو لحاجة الكلام اللطيف ولي حفزنا بشكل طبيعي وجودكم شي يحفز أكثر وأكثر عز الله والله ما أقدر أضيف أكثر من الكلام هذا والله جد شكراً على وجودكم والله استمتعنا معاكم وتفاعلكم اللي مو طبيعي جد شكراً تمام واسبوع الجاي بإذن الله عندنا ضيفين في البال مود يقل اسمحين ووجب العيد فبنقول عندنا الضيفين جواحتيهم خير وبركة الأسبوع القادم بيكون عندنا إذن تصيد نزل وتكلم عنه بتجربة الأولية وبنشوف الأشياء اللي جايتنا معاها آخر أسبوع من بعنا البال وتصرفها بعض الناس بنشوفها إن شهر بإذن الله هل تريد أن تضيف أسألنا تحبي؟ لا أستطيع أن أستطيع أن أفعل الكلام بإذن الله حافياً يعني وعذرون على المصور ترى أي شيء نحاول ترى مدينة نعدة نحسن عليه اقتراحاتكم ترى نستقبلها بقلب رحب الهدف أن نحسن ومعامرنا تخيلنا أن أول والثاني بودكاست بيكون أحسن بودكاستنا نحن قاعدين نتعلم ومن رشاداتكم الطيبة ومدينة إن شاء الله نوصل لها بطريقة المثالية الله جاكم ألف خير أعزل طورت عبدال طورت لا يهديك حبيبي على عدد حبيب قلبي معاكم حافي والله ما أقصر مع السلامة برون بصرعة حاجكم أخباركم بخير طيبين أحين دي ننسبهم خاص النفاق لحد إلى متى لقد نمدح سلامات نمدح أخباركم بخير طيبين أنا بطبق البث هنا ما شاء الله خمس ساعات تقريبا الله يزاكم ألف خير للناس موجودين من البداية